موسيقى ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب انجاء الله تكونوا بخير تمام شباب تاني يا سانوي همسك لك الاول شابتر وان طبعا اشرحه بالتفصيل كله الشابتر مش صعب وبرضو مش سهل بس في افكار كتير او فيه تريكات كتير للاسف انت بتسقطها او بتقع منك فانا همسك معاك الشابتر الاول شرح اعتبر ان انا بشرح معاك ورق او قلم عشان تمشي معايا خطوة خطوة مش سلايدز زي الحصة تاعتنا انا همشي معاك انك قاعد في درس برايفت تمام عشان كل تريك او كل معلومة تقف معاك تبدأ ترجع وتشوفها من اول وجديد طيب اول حاجة هنتكلم بيها اول حاجة تكلمنا فيها عمتا كانت حاجة اسمها التيبس اوف موشن يعني ايه بقى تايبس اوف موشن تعالي مشي مع بعض واحدة واحدة قلنا التايبس اوف موشن عندي او الموشن عمتا بتبقى كم نوعين اول نوع عندي خالص حاجة اسمها الترانزيشنال موشن ودي اللي اتكلمنا عنها في اولى سنة وقلنا الترانزيشنال موشن عمتا هي الموشن اللي بيبقى ليها ستارت بوينت وليها ديفرونت اند بوينت يعني انا بدأت حركة من هنا مثلا اهي دي الستارت بتاع دي مشيت في ستريت لاين اللي هي اند بوينت مختلفة ودي مش هنتكلم عنها السنة دي خالص دي غلصناها في اولى سنوي وامتا عانت عليها وان شاء الله تكون جبت درجة حلوة وما هنتكلم عن ايه بقى دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن البريريوديك موشن وقلنا ان البريريوديك موشن هي الحركة اللي بتعمل ريبيتنج لنفسها هي الحركة اللي بتكرر نفسها تمام؟ يبقى اي حركة بتعمل ريبيتنج فور اتسالف دي تعتبر ايه؟ تعتبر بريوديك موشن وعندنا نوعين للبريوديك موشن اول نوع عندي اللي هي الاوسيلاتري موشن وتاني نوع يا حبيب قلبي اللي هي الاوسيلاتري موشن الاوسيلاتري موشن كانت هي lesson 1 والاوسيلاتري موشن كانت هي lesson 2 يعني احنا هنتكلم في الاول عن الاوسيلاتري موشن والاوسيلاتري موشن هي الحركة اللي بتعمل ريبيتنج لنفسها على fixed point او fixed line يعني بتبدأ تكرر نفسها على خط ثابت عندي زي ايه بقى؟ اشهر حاجة تكلمنا فيها في الجزئية دي كانت البنترام تعالي رسمها مع بعض واحد واحدة البنترام بتاعتي بتبقى عبارة عن خط كده هو ومتعلق فيه الويت بتاعي او الكرة بتاعتي بالشكل ده حلو؟ وتبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تتحرك يمين وشمال ازاي يا مستر اسلام؟ تعالي نشوف هنا البداية او النقطة اللي انا هبدأ منها اللي هو الخط البداية ده بسميه rest او بسميه equilibrium او start position يعني rest او equilibrium او start ايه؟ start position دي النقطة اللي انا ببدأ من عندها الحركة ده البوزيشن اللي انا هبدأ اتحرك من عنده حلو؟ طيب ببدأ اعمل ايه بقى؟ ببدأ في الاول اطلع 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 اللي هي بسميها عندي maximum height اللي هي عند maximum height يا حبيب قلبي الفي بتبقى بكام؟ بزيرو ليه الفي بقى بزيرو؟ لان انا مش هطلع بعد كده؟ يعني لو فرضت معاك ان انا بدأت هنا من نقطة اكس مشيت من اكس رحت لواي ليه تلعت 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 وبعد كده وقفت وقفت عشان وصلت الاعلى نقطة مش هطلع بعديها فمعنا ان انا مش هطلع يعني هقف ومعنا ان انا هقف يعني الفي بكام؟ الفي بزيرو تمام؟ وبعد كده من واي هبدأ اتحرك انزل اروح لفين؟ اروح لأكس ركز معايا في الجزئية دي يعني انا من الاول اتحركت من اكس رحت لفين؟ لواي ومن واي رجعت لأكس انا بدأت من start او من rest او من equilibrium position اللي هي النقطة اللي انا بادئ منها هسألك سؤال وانطالع لفوق يعني انت لو مسكت حاجة ورميتها لفوق هتبدأ ايه؟ تطلع 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 تقف عند السرعة بزيرو يبقى وانا طالع لفوق اللي بيحصل لسرعتي السرعة بتاعتي بتبدأ تقل لحد دا ماوصل للماكسيموم هايد اللي السرعة عندها بتبقى بزيرو وانا نازل اللي بيحصل لسرعتي سرعتي بتوصل او بتبدأ تزيد لحد دا ماوصل لنقطة اكس اللي هي ال في عندها بتبقى في ماكسيموم ركز معايا من غير ما تطلع ازاي يا مستر V ماكسموم وانت لسه قال ان هي إكوليبريم أو رست بوزيشن ازاي في نفس الوقت قلت ان هي يا بني يقصد بالإكوليبريم بوزيشن اني جي النقطة اللي هبدأ من عندها الحركة تمام؟ يعني مش معناها ان هي تفضل سابتة ما هي وانس ان هي تحركت هتفضل رايح جاية عليها خلاص ما بقيتش بزيرو زي الديسكافري اللي في درين بارك انت بتركب الديسكافري اللعبة بتاعتك بتبقى هنا تبقي تركبه بتركبه تبدأ تطلع 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 لحد ما توقف عن دلقطة معينة كده وسطت المكسموم هايت هل هتطير بعدها؟ لأ هبدأ انزل سرعيتي تزيد 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 تلاقي الناس كلها وانت نازل ايه؟ بتسرخ لحد ما توصل للنص تبدأ الناس كلها ايه؟ تسرخ بالصوت عالي وتروح الناحية ايه التانية؟ يبقى وانا طالع سرعيتي كانت بتقل وانا نازل سرعيتي كانت بتزيد هل هقف عند X؟ لا هكمل من X النحية التانية أروح فين؟ أروح لZ دي الماكسوم هايد بس إن opposite direction يعني الV هنا بكام بزير وصلت الأعلى نقط عشان سرعيتي كانت بتقل وأنا نازل بقى سرعيتي كانت بتزيد لحد أما رجعت للماكسوم يبقى اتحركت الأول من X رحت الY ومن Y رحت الX من X رحت للZ ومن Z رجعت الA لX عند نقطة Y او عند نقطة Z اللي هي الجنبين دول الV بتاعت كان بكام بزير عشان كنت وصلت للماكسوم هاي لكن الماكسوم فيلاستي بتاعت او الV ماكسوم كانت فين عند النقطة الإكوليبريم اللي هي X هسألك سؤال بقى لو أنا تحركت من X لحد نقطة هنا يعني من X لحد المسافة دي كده اللي هي باللازرق دي كده أنا مشيت ايه؟ مسافة عادية مسافة عادية طيب من X لحد النقطة اللي بعديها دي كده أنا مشيت ايه؟ ديسبلازمينت عادية صح لكن لو جيت قلتلك من X لحد نقطة Y اللي هي كل دي كل دي أنا كده مشيت ديسبلازمينت بس دي مش اي ديسبلازمينت دي ابعد مسافة ممكن امشيها عشان كده بسميها الماكسوم ديسبلازمينت والماكسوم ديسبلازمينت هي هي اللي بقول عليها مين؟ الأمبليتود اللي هي الإيه بتاعتي؟ يبقى إيه هي الأمبليتود؟ الأمبليتود هي الماكسوم ديسبلازمينت هي المسافة ما بين النقطة اللي في بتاعتها ماكسوم اللي هي X والنقطة اللي في بتاعتها بزيرو كده انت مشيت أمبليتود طيب أنا مشيت الأول من X الواي بعد كده رجعت من Y الـ X هل هقف؟ ولا همشي في النص التاني؟ همشي في النص التاني فهمشي من X أروح لZ ومن Z دي أرجع لX كده أنا عملت من X الواي ده أمبليتود ومن Y الـ X دي أمبليتود من X الـ Z أنا عملت كام أمبليتود أربعة أمبليتود يعني عشاني أعمل لفة كاملة أنا عملت كام أمبليتود كده دي الـ One Complete Oscillation أو الـ One Complete Cycle يبقى اللفة الكاملة اللي هي أبدأ من X أرجع لـ X دي أقوى الكام أمبليتود equal 4 amplitude تمام؟ في اي مشكلة؟ طيب ركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي عشان مهمها لو جيت قلتلك انا هعدي كام مرة على y في اللفة الوحدة بص كده x y x z x عدت على y كام مرة عدت على y مرة في اللفة يعني لو عملت لفتين هعدي على y مرتين لو عملت تلات لفات هعدي على y 3 مرات يبقى انا باعدي على y مرة كل لفة يعني ايه؟ يعني أن يعني مثلا لو انا عملت 30 لفة يبقى هعدي على y كام مرة؟ 30 مرة لو عملت 30 لفة هعدي على y 30 مرة طب عدت على زد كام مرة؟ في اللفة الوحدة مرة يعني في 30 لفة 30 مرة يعني برضو أن ان اللي هي عدد اللفات على حسب بقي يبقى انا اعدي على y n واعدي على z n عملت لفة يبقى هنا مرة وهنا مرة عملت لفتين مرتين ومرتين عملت اربع لفات اربع لفات واربع لفات لكن بعدي عن نقطة اللي في النص اللي هي الاكوليبيان كم مرة في كل لفة سيبك من البداية سيبك من دي ما نبصش عليها ادي x و ادي x يبقى عديت عليها كم مرة 2 n يبقى عديت على نقطة x اللي هي في النص كم مرة 2 n يعني لو قلت لك ان انا عملت عدد اللفات اللي انا عملتها 30 يبقى انا هعدي على Y 30 مر هعدي على Z 30 مر بس هعدي على X اللي في النص مرتين في كل لف يعني 22 في 30 اللي هي كم؟ 60 مر حلو في اي مشكلة في الكلام ده بس في نقطة هنا واحدة هيقول لي امه لإيه الـ X يا مصر هقول له الـ X دي بتبع على حسب الـ Start بتاعتك والـ Start البداية بتبقى مرة واحدة يعني مثلا انا بدأت حركة من عند X يبقى 2N plus 1 يبقى الـ plus 1D بتتحطي جنب مين؟ النقطة اللي انا بدأت من عندها الحركة يعني مثلا لو انا بدأت من عند Y بص كده معايا هبدأ من عند Y ومن Y هروح لـ X ومن X ارجع لـ Z ومن Z دا ارجع لـ X ومن X ارجع ايه؟ لـ Y بدأت عند Y يبقى نهي عند Y يبقى انا عدتها على Y مرة اللي هي الـ N وعدت على Z مرة وX 2N هي مرتين في اللفة الواحدة بس البداية عند Y يبقى تحط N plus 1 عند Y طب لو انا بادئ عندي Z يبقى من Z هروح فين؟ لـ X ومن X اروح فين؟ اهي من Z الـ X ومن X هروح لـ Y ومن Y ارجع لـ X وارجع تاني لـ Z يبقى ادي مرة اللي هي بتاعت لللفة بس زائد الـ Start فهتبقى N plus 1 دي بحالة ايه؟ ان انا بادئ من عند Z فالنقطة اللي ببدأ من عندها بحطي جنبها البلاس 1 على حسب انت بادئ منين؟ لو بدأت من X يبقى 2N plus 1 يعني السابت بتاعك عشان تبقى فاهمه السابت بتاعي ايه؟ دي كده السابتة بتاعي هنا X مثلا هنا Y هنا Z دي Y ودي ايه؟ Z بعدي كده كده على X 2N اللي في النص دايماً 2N Y N ZN انت بادئ من ايه بقى؟ لو قالك بدأت الموشن من Y يبقى N plus 1 الـ 1 دي اللي هي مين؟ الـ Start لو قالك بدأت الموشن من X يبقى X plus 1 يبقى الـ plus 1 دي بتحطي جنب اي واحدة فيهم على حسب انت بادئ من ايه؟ لو بدأت من Z يبقى الـ Start بتاعتك N plus 1 يعني دي N N وفي النص تو N وعلى حسب الـ Start انت بادئ من ايه؟ بتحط الـ Plus 1 بتاعتك اتفقنا؟ طيب تعالا بقى نخش في شوية قوانين اول قانون عندي او اول مسلس هنتكلم عنه هو الـ Frequency طبعا؟ يعني ايه Frequency؟ الـ Frequency هي عدد اللفات في الثانية الواحدة يعني ايه دي الـ Frequency رمزها New والـ Measuring Unit بتاعتها Hertz اللي هي ايه؟ H Z ده اختصارة وقلنا ان هي عدد اللفات في الثانية الواحدة يعني عملت كام سايكل في الثانية الواحدة عدد اللفات Pair Time يبقى N Over T الـ N هي عدد Cycles والT هي Time يبقى ممكن اقول برضو ان اليونك بتاعتي بتسوي ايه؟ Cycles Pair Second او Revolution Pair Second او Oscillation Pair Second يبقى Cycle Pair Second Revolution Pair Second Oscillation Pair Second دي الـ N بتاعتي هلو Cycles و Pair Time ده لو عايز احسب مين؟ Frequency اللي هي عدد اللفات في الثانية الواحدة هلو؟ إنه على البتنية لكن لو قلّي عايز احسب الـ Periodic Time تعالي هنرسم المسلس بتاع الـ Periodic Time بص معاي الـ Periodic Time يا حبيب قلبي اهو هو الـ Time needed for one complete cycle يعني الـ Time اللي انا احتاجته عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل لفة كاملة بص الـ Time needed for ايه؟ one complete cycle يعني T على N الـ T small دي هي Total Time والـ N هي عدد اللفات يعني مثلاً قلتلك ان انا عندي Time 10 seconds وفي الـ Time الـ 10 seconds انا عملت 2 cycles لفتين يبقى الـ Time بتاع اللفة الواحدة 10 على الـ 2 يطلعه في 5 seconds ما انا عملت فعلاً لفتين اللفة الاولى بخمس ثواني اللفة التانية بخمس ثواني يبقى اللفة الواحدة اللي هي الـ Time بتاع اللفة الواحدة اللي هو الـ Periodic Time هو الـ Time اللي انا احتاجته عشان اعمل ايه؟ one complete cycle والـ Mergering Unit بتاعتي يا حبيب قلبي هي مين؟ الساكت طبام؟ لو انت بقى لماح وخدت بالك معايا من الحتة دي هتيجي تبصي كده تقولي يا مستر اسلام مش هلت عندك الـ Frequency N على T اه والـ Periodic Time T على N ايه ده؟ N على T و T على N يعني ايه؟ يعني الـ Relation ما بينهم пре же يعني لو جي ترسم مسلث مع بين الـ Frequency و FDA فالـ Frequency عكس الـoorza يعني الـFrequency واحد على الـ parti ولو عايز احساب الـP Jordan واحد على Frequency يعني لو معاهي Frequency اجيب إذآ يعني لو جي ترسم جراف ما بينهم كده هنرسمه لك بشياك بص معايه ادي عم ال x axis و ادي ال y axis لو قلتلك عايز relation ما بين طب لو قلتلك ما بين ال 1 over t حلو طب لو جيت قلتلك انا عايز ال slope ال slope equal delta i على delta x اللي هي frequency over 1 over t و انت المفروض اخبالك معايا ان 1 over t هي هي مين ان frequency بتاعتي 1 over t يعني ممكن اشيل 1 over t واحط مكانها frequency يبقى frequency على frequency equal 1 يعني ال slope بتاع equal كان 1 وال slope هو هو تاني السيتا يعني لو جيه زنقك في الامتحان وقالك عايز السيتا دي مش انت معاك تاني السيتا اللي هي ال slope اللي هي frequency على frequency اللي هي 1 يعني shift tan كده انت معاك تاني السيتا equal 1 اعمل shift tan اللي هي tan inverse 1 تطلع كما هيقلبي تطلع 45 لان دي كده اصلا 1 على t تعتبر ايه تعتبر frequency يبقى ال 1 على t عندي تعتبر مين؟ frequency صعب الكلام با؟ كلام سهل وبسيط مفوش اي حاجة تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي لو عايز الاخص لك كلامك داني لو عايز frequency n هي عدد لفات per time n عادي لو عايز per time هي t على m تمام؟ ماشي لو جيب بقى ارسم لك ايه الشكل بتاعي حلو؟ قلت لك دي علاقة ما بين displacement وما بين time تمام؟ وقلت لك كده الشكل ده كده equal a day هتقول لي يا مستر دي لفة كاملة اقول لك عرفت منين؟ اول حاجة اللفة بتاعتك بتبقى مكونة من 4 تا 4 يعني من هنا الى هنا كده ربع ومن هنا الى هنا ربعين من هنا الى هنا ثلاثة ربع ومن هنا الى هنا one complete cycle يعني ال time ده هو الperiodic time هو ال time بتاع اللفة الكاملة فواحد يقول لي يا مستر اسلام انت لسه قايل ان الperiodic time بتاع اللفة الواحدة وقلت من شوية ان اللفة الواحدة مكونة من 4 amplitude بس انت هنا عندك 4 amplitude تعال افكرك ايه هو الامبليتود اصلا الامبليتود من هنا من ال zero لحد الماكسمم ده كده الامبليتود الاول ومن ال zero ومن الحد زيرو كده انت راجع ده الامبليتود التاني ومن هنا ده كده الامبليتود التالت ومن هنا الى هنا ده الامبليتود الرابعة يعني لو عايز بتاعي هو مزيره لحد اعلى نقطة. ده كده مزيره لحد النقطة. ومزيره لحد النقطة النحية التانية ده كده بس بنيجة بايه؟ يعني مسلا لو اجيب سؤال الديك دي كده بالتلاتة ادي الويف من هنا الهنا مسلا دي كده تلاتة واللي تحديد تبقى نيجة في تلاتة. وقال لك عايز الامبليتيود مثلا الامبليتيود اكوال سري سنتيميتر مسلا. واحد يقول ليه مخدش النيجة اقول له لا. الامبليتيود بتاعي بيبقى سكيلر. سكيلر يعني باخد الماجنيتيود بس من غير دايريكشن. لكن هو هو اللي كان بياخد ماجنيتيود وايه? وديريكشن. هو اللي بياخد ماجنيتيود وديريكشن. لكن انا هنا بعتمد على مين? بعتمد على الماجنيتيود فقط. هما اللي حطيت نيجة بجنبها مستر ما النيجة دي مايفيش مسافة او مافيش بالنيجة بقول له لا اه. النيجة دي نيجة دي. فانت عندك جزء بوستي في جزء نيجة دي. اتفقنا? صعب الكلام ده? طيب. تعال نمشي مع بعض بقى واحدة واحدة ونبدأ نتكلم في الجزئية دي بالتفصيل. بص مع يا سيدي. ادي الواي اكسس. ادي الاكس اكسس. تعال نرسم الرسمات بتاعي دي. ادي كده دي الويف بتاعتي. قلنا من هنا لحد هنا. ده الامبليتيود. وده كده الامبليتيود ايه? الطول بتاعي من اول الوايف لحد اخر الوايف. الطول ده كده على بعضه. اسمه ايه? اسمه ويف لانس. طول الوايف. اللي هي رمزها لمضة. اسمها ايه? لمضة. واي معبوجة كده. حلو? ده طول الوايف بتاعتي. طيب الوايف لانس دي لها قانون اه. افرد معي ان هو ادك واحد اتنين تلاتة. دول كم ويف? دول سري ويف. عرفت ازاي يا مستر? عد يا بابا. نص فوق ونص تحت. ادي الحد هنا ويف. نص فوق ونص تحت. ادي الحد هنا ويف. نص فوق ونص تحت. ادي كده ويف. يبقى دي عدد الوايفز. الان بتاعتي كان سري. ماشي? لو جيه قالك. مسلا التيم هنا. اتنين. اربعة. هنا ستة. تمانية. عشرة اتناشر. لو جيه قالك. دي علاقة ما بين التيم والديس بلسمينت. وقالك عايز البيريدك تايم. مش محتاج تروح تحسبه. البيريدك تايم هو الطايم بتاع اللفة الكاملة. فين اللفة? ادي ربع. اتنين. كده نص. تلاتة. اربعة. اربعة. اربعة تربع عن اللفة. الطايم بتاع اللفة الكاملة هو هو البيريدك تايم. اللي هو الفور ساكنز. يبقى ان لو عملته وان كومبليت سايكل. او وان كومبليت اوسيليشن. الطايم بتاع اللفة الكاملة اللي هو نص فوق ونص تاح. ده بسميه ايه? البيريدك تايم اللي هو اربعة ساكنز. تمام? يبقى البيريدك تايم بتاعه هو كام? فور ساكنز. ده اسمه ايه? ده اسمه بريريدك تايم. تمام? طب لو جيه قالك الطول من اول هنا لحد هنا. ناين سانتيمتر. وقالك يحسيب لي الويب لينز. طيب حسلك سواف. لو انت عندك بلاطة وبلاطة وبلاطة. تلت بلاطات. وقلت لك طول التلت بلاطات دول مسلا اهو تعالي نرسمه لك. تلت بلاطات جنب بعض كده. قلت لك طولهم كله ناين سانتيمتر. يبقى طول البلاطة الواحدة. هتقول لي تلاتة. هتقول لي دي تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة. حسبتها ازاي? جبت التوتال ديستانس اللي هي التسعة على عددهم. طبعت الواحدة بسرية سانتيمتر. نفس الحكاية لما اجيح سب الويب لينز باخد ايه? التوتال ديستانس اللي هي المسافة من الهينا اللي انا بسميها اكس. على النمبر بتاعه. واجري على طول ارسم المسلس بتاعي قبل ما انسى. يبقى ايدي المسلس بتاعي? لو عايز احسب الويب لينز. فالويب لينز هي الاكس على مين? على الان. الاكس هي الديستانس اللي هو مدهاني. والان هي عدد الوييفز. هي النمبر بتاع مين? النمبر اوف ويفز. يبقى الان بتاعتي هي النمبر اوف مين? النمبر اوف ويفز. يبقى لو عايز الويب لينز هنا المسافة دي كلها مدهاني التسعة. وعددهم كام? قلنا دي واحد اتنين تلاتة. يبقى عددهم تلاتة. يبقى الويب لينز الواحدة ايقوى سري سانتيمتر. ده طول الويب الواحدة. ده طول مين? الويب الواحدة. قد ايه? سري سانتيمتر. تمام? يبقى احنا الوقت اتكلمنا عن ثلاث حاجات. اول حاجة كانت مين? الفريقونسي. وقلنا الفريقونسي equal N over T. وبعد كده اتكلمنا على اللي هي كانت T على ال N. وقلت لك لو معاك الفريقونسي اتجيب الفريقونسي او العكس. لان الفريقونسي واحد على الفريقونسي واحد على الفريقونسي. وبعد كده اتكلمنا عن اللي هي مين X over ال N. والمجرنجيونة بتاعت سنتيميتر او متر على حسب هو عايزها بايه مش تفري. سنتيميتر او متر. تمام? دول القوانين اللي اتكلمنا فيهم لحد الوقت. لحد معترك? طيب. وقلنا بتاعي. نزيره لأعلى نقطة او نزيره لأعلى نقطة نحط تانية. يعني لو داني المسافة من هنا لحد هنا مسلا سيكس سنتيميتر. يبقى من هنا لهنا كده ومن هنا لهنا يعني الستة دي عبارة عن ايه? اتنين امبليتود. يبقى اتنين امبليتود equal six سنتيميتر. يبقى الامبليتود الواحد equal three سنتيميتر. الامبليتود بحسبه من الاكوليبريام لاين اللي هو الزيرو اللي هو ده. بحسب الامبليتود من عند الزيرو بتاعي. من الزيرو الفوق ده كده امبليتود ومن الزيرو لتحت ده امبليتود. يبقى كل دي اتنين امبليتود. تفنى? صعبة? طيب. تعالى نبدأ نحلم مع بعض بقى اول سؤال هنا بيقول لي. يالله ركز معي. يقول لي. if a vibrating body moves from point A to B. يعني اتحركت من ايه? اهو رحت البي. زلنا to C. ومن B رحت رايح لC. and returned another time to point A. يعني انا كنت عندي C. رحت راجع تاني لأيه? يعني من الاخر. من A رحت لC. ومن C رجعت لأيه? كده انا عملت ايه? عملت one complete cycle او one complete oscillation. وقلنا ال complete cycle او complete oscillation فيها كم امبليتود? اربعة امبليتود. يعني انا عشان اعمل لفة كاملة محتاج اعمل كم امبليتود? اربعة امبليتود. جي طلب مني ايه بقى? قال لي عايز ال distance اللي مشيها. ال distance هي المسافة كلها اللي انا مشيتها. اللي هي one complete oscillation. هو مدين هنا على الرسمة ان الامبليتود الواحد بخمسة سنتيمتر. يبقى ال distance بتاعتي او المسافة كلها اللي انا مشيتها. بتساوي اربعة امبليتود. يعني اربعة ملتبلاي 5. تطلع 20 سنتيمتر. جي بعد كده قال لي عايز ال displacement. مين هي ال displacement? ال displacement هي the shortest straight line. ال displacement هي مين اهي? shortest straight line between starting point والend point. هي اقصر مسافة او اقصر خط من ال start to end. مش انا كنت عندي ايه? يعني ال start هي ايه? ورجعت الايه? يعني ال end هي الايه? طالما ال start هي هي ال end يبقى ال displacement بتاعتي بكام? zero. يبقى هنا distance 20 وال displacement طالما رحت ورجعت لنفس النقطة. يعني ال start بتاعتي هي هي ال end. طالما ال start هي هي ال end. يبقى كده displacement او total displacement بتاعتي بكام? بزيره. صعبه? طيب. ايه اللي بعده? سواء الرقم اثنين بيقول لي a body vibrates on the surface of water. عندي بادي بيتحرك على السيرفس بتاع الووتر بفريكوينسي 0.25 hertz. قال لي then what is the time taken to make half oscillation? عايز اعمل نص سلفة. يعني ال end عندي بكام? بنص سايكل. حبيب قلبي مش انا عندي triangle هنا بتاع الفريكوينسي اهو. قلنا مع بعض. الفريكوينسي equal ايه? اعمل كده triangle بتاعك. الفريكوينسي. n over t. فهو طلب مني ان انا احسب مين? طلب مني ان انا احسب الت. يبقى الت equal مين? n over الفريكوينسي. ال end 0.5 والفريكوينسي 0.25. احسب الكلان دعا الكالكالكليطر يطلع الطايم 2 seconds. يطلع الطايم بتاعي ايه? 2 seconds. تعال انشوف سؤال رقم 3. فيقولي in the opposite figure او ويض عندي الفريكوينسي بتاعتها. بزيرو ب50 hertz. مديني ايه? الفريكوينسي 50. قال لي يعني كنت عندي ايه? هلف كده 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 واروح لحد بيه. هو عايز من اول ايه لحد بيه. طيب. هي الحتة دي من ايه لحد بيه? الان بتاعتها بكام? بص كده. من هنا لحد هنا نص والحتة دي كده ربع. يبقى انا من ايه لحد بيه? ايه. اللي تحت ده كده نص واللي فوق ده كده ربع. يعني انا مشيت قد ايه? تلت تربع. يبقى الان عندي equal تلت تربع لفة اللي هي zero point seventy five اللي هي هي سریوفور. لو عملتها الكالكليتور دست اس دي. يطلع لك zero point seventy five. وهو عايز مهو نفس الكلام يبез. نفس مهو الطائم عندي. ان عى الفريقونسي. الان بكام zero point seventy five والفريقونسي வ تحسيب الكلام ده يطلع 0.05 سكند. ماشي. بتاعت اللحظة بقى. تقعد تفكر. ايه ده? ده هو مدهلي بالسكند. تاخد الصدمة اول ما تلاقي ان هو مديك الاجابات بالميلي سكند. يبقى لازم احول. انا طلعتها بالسكند. يبقى لازم احول من سكند لميلي سكند. انا لو عايز احول من ميلي سكند لسكند بعمل ملتبلاي تين باور نيجي تف سري. طب من سكند الميلي يبقى ملتبلاي تين باور سري. يعني الرقم ده اللي هو زيرو باور سري. هعمل له ملتبلاي تين باور سري. يطلع ففتين ميلي سكند. اللي هي الاجابة رقم ايه. يبقى الاجابة بتاعت الرقم ايه? ايه. سؤال رقم اربعة. بيقول لي what is the difference between the amplitudes of the wave. the wave shown. ماشي. طيب. مديني الامبليتود بتاعت الويف الكبيرة اللي هي باللازرق دي سكس مليمتر. واللي باللاحمر دي الامبليتود بتاعتها كام الامبليتود? قلنا. من الزيرو الاعلى نقطة سواء فوق او تحت كده. يبقى الامبليتود بتاع دي كام? فور. هو عايز difference. يبقى امبليتود واحد ومينس امبليتود اتنين. الكبير ستة والصغير اربعة. يبقى ال difference او الفرق ما بين التو امبليتود بتاعتي اتنين ميلي ميتر. سؤال رقم خمسة. قال لي the following displacement and time graph represents the motion of the pendulum. عايز احسب الامبليتود. قلنا الامبليتود من اين? من الزيرو لاعلى نقطة. اهو. ده كده الامبليتود. يمشي كده. بص على ال Y axis. كليب كان 3 سانتيمتر. اللي هي 0.025 second. يعني time. اللي بتحرك فيه كان 0.025 second. قال لي to move from A. عشان يتحرك من A. يروح لحد B. طيب بركز معي. ده ال equilibrium position. ده الخط او ده الحبل او دي النقطة اللي هيبدأ من عندها الحبل. هيبدأ يتحرك. الحبل تحرك من A. راح ل O الاول. يبقى كده اتحرك امبليتود. ومن O راح ل B. يبقى كده اتحرك اتنين امبليتود. هي اللفة الكاملة. ال one cycle. فيها كام امبليتود. فيها اربعة امبليتود. انا اتحركت من A لحد B. اتنين امبليتود. يبقى انا كده عملت كام لفة. عملت نص لفة. اتحركت من A ل B. لو رجعت بقى من B لأي تاني. يبقى انا كده عملت cycle كاملة. لكن انا رحت. قال لك انا اتحركت من A. هي من position A to B. يبقى دي نص لفة. هو عايز ايه? ال frequency. طب ما ال frequency equal N عدد T. ال N عدد اللفات نص. وال time zero point zero twenty five. احسب الكلام ده عالكالكليتور. يطلع عشرين هرتز. سؤال الرقم سبعة. بيقول لي in the opposite figure. calculate each of. عايز نحسب. حاجتين? اول حاجة عايز نحسب ال periodic time. وعايزني احسب ال frequency. وخلي بالك. خلي بالك. قلت لك. سواء عايز تحسب ال periodic time. عايز تحسب ال frequency. اللي اتنين بالنسبة لي حاجة واحدة. ما انت لو جبت ال periodic time. تقدر تجيب ال frequency. ولو جبت ال frequency. تقدر تجيب ال periodic time. اول حاجة تعال نحسب ال periodic time. ماشي. بص هنا كده. هو مديني ال time هنا ب three. وقلت لك لو بتحب مستر اسلام تبص على ال x axis. مدهلك بال milli second. يعني تعمل لها multiply ten power negative three عشان تبقى second. يعني هنا مدهلك بال ايه? بال milli second. فلازم احول ال time ل second. هو مديني هنا ال time بتاع نص فوق وربعة. يعني الحتة دي كده. ودي كده. دول ثلاثة اربعة. يعني لما ال n كانت zero point seventy five. ال time كان three millisecond. يعني three multiply ten power negative three عشان تبقى سكة. حلو? ده اللي هو مدهولي. ده اللي هو عايزه. طبعا? هو قال لي عايز ال periodic time. هلاخد ال time ده? لا. انا عايز ال time بتاع ال one complete cycle. اللي هو قلتلك قانون من شوية. ال periodic time equality على ال n. ال t اللي هو مدهولي. three multiply ten power negative three عشان تبقى second. وال n بتاعتها كان zero point seventy five. لما تحسب الكلام ده. هتلاقيه طلع four multiply ten power negative three second. اللي هي هي zero point zero zero four second. اللي عايز الفريقونس. الفريقونسي واحد ع ال periodic time. يعني واحد على four multiply ten power negative three t��طلع two hundred five ce stee. فهمت? خلمت رباعمل ايه? لان انا قلتلك ان الفريقونسي عاكس ال periodic time. الفريقونسي عاكس ايه? ال periodic time. الفريقونسي عاكس مين? ال periodic time. يعني انا لو معايا ال periodic time معايا هو. اروح اجيب ال frequency واحد ع ال periodic time. لو معايا ال frequency يبقى ال periodic time واحد ع ال frequency. جيب دي او دي. مش هتفرق. تعال نشوف مع بعض سؤال رقم تمانية سؤال رقم تمانية بيقول لي أول حاجة علمتك ازاي تعد يلا نعد بص كده نص فوق نص تحت ادي كده ويف ودي كام نص يبقى انا كده عندي ايه ويف ونص 1.5 اهي شكرا بعد كده عايز قلت لك من اقل نقطة اللي هي الزيرو لحد اعلى نقطة اللي هي كام هنا بقى 0.2 عايز البريريوديك تايم هو التايم بتاع دي كده لفة لحد هنا لفة التايم بتاعي كام التايم بتاعي ايه بس خلي بالك يعني عمل لها عشان احولها لإيه حبيب قلبي لسكت شكرا عايز الفريكونسي الفريكونسي هي مين عكس البريريوديك تايم واحد على البريريوديك تايم اللي هي واحد على 8 ملتبلاي 10 باور نيجاتيب 3 تطلع 125 هيرتس انا كده خلصت شكرا تعال نشوف ايه السؤال اللي بعته سؤال رقم 9 يقول لي تكملة في نص سايكل اتنين من اربعة يعني دول ايه نص سايكل حلوة اوي يعني الان عندي بنص والتايم هوم يدولي بكم واحد اوبر الهاندرد لو عايز الفريكونسي فهي ان على التين الان 0.5 والتايم 1 اوبر الهاندرد احسن ده كده على الكالكليتر تطلع الفريكونسي تاعتي 50 هيرتس عكس يقول لي عايز البريريوديك تايم احنا قلنا لو معاك البريريوديك تايم تجيب الفريكونسي ما هو البريريوديك تايم واحد على الفريكونسي ولو معاك الفريكونسي تجيب البريريوديك تايم حلو يبقى واحد على الفريكونسي اللي هي واحد على 50 تطلع 0.02 اللي هي هي 2 ملتبلاي 10 باور نيجاتيب 2 سؤال رقم 10 يقول لي عندي بادي بيتحرك يمين وشمال وقال لي ان الفريكوينسي بتاعته بستين هيرتز هاو ميني سايكلس عايز كده مين هاو ميني سايكلس يعني عايز الان في طايم وان اور الطايم الدهولي قدي ايه وان اور اهي يمكنه على الجنب عشان محتاجين نحوله انا شغلي كله بالسكند انا شغلي كله بالسكند طيب لو انا عايز الان ادي التريانجل بتاعي الفريكوينسي اكوال ان اوبر تي لو انا عايز الان يبقى الان اكوال فريكوينسي ملتيبلاي تي الفريكوينسي بكام الفريكوينسي بسكستي ارميها وانا معايل تايم بس بالاور بحول من اور لمنت بعمل ملتيبلاي سكستي ومن منت للسكند ملتيبلاي سكستي يعني هاخد الان اور multiply 60 multiply 60 كده حولتها الأول لمنت ومن منت روح تمحول لإيه لسكن اخسب الكلام ده كله على الكالكليتر تطلع الإجابة بتاعتي رقم C انتفقنا تعالى نشوف سؤال رقم 11 اللي بعده بيقول لي يبقى في رقم 11 بيقول لي in the opposite figure show a wave بيديني الفريكونسي بتاعت الويف equal 10 hertz عايز النمبر بتاعت الويف يلا يلا نعد نص فوق نص تحت ادي كده wave نص فوق نص تحت ادي كده تنين يبقى عدد الويفز two waves شكرا بعد كده عايز قلت لك من الزيرو الأعلى نقطة اهي اللي هو zero point two شكرا عايز قدامك حال ليه يهمة ان واحد على الفريكونسي اللي هي واحد على التن اللي هي zero point one يهمة تقول لي يا مستر اسلام انا عندي هنا قادي نص ونص يبقى دي كده wave يبقى دا التايم بتاعة الويف الوحدة اللي هو كان zero point one برضه يبقى اخد التايم بتاعة الويف الوحدة اللي هو zero point one second كده انا جبت مين التايم بتاعة الويف الوحدة اللي هو اسمه ايه اسمه periodic time اسمه ايه periodic time تعال نشوف سؤال رقم اتناشر بيقول ايه ركز معايا بيقول لي هنا ايه بقى بيقول لي عندي stone is suspended vertically from a spring سوستا طول السوستا دا كان كام اللينس بتاعها كان 5 سنتيمتر يعني انا عندي هنا سبرينج كده متعلق فيها stone طوبة هي طول السبرينج بتاعتي 5 سنتيمتر يعني شدتها and allowed to fall freely at time zero حلو and then it's يعني انا كان عندي هنا كنت حطت مسلا ايدي ماسك اللي ستون بتاعتي روحت عملتي ايه بقى روحت تسايب اللي ستون اللي انا كنت ماسكها دي حلو فاللستون طبيعي هتعمل ايه اللي ستون هتنزل حلو ماشي عند تايم اسم zero نزلت بفريكوينسي كانت اربعة هيرتز قالي the next instant اللحظة بقى اللي كانت بعد التايم بزيرو دي when the lens when the lens become of the spring become five سنتيمتر again يعني تعال بوصها الرسم هنا ده اللي ستون كانت وقفة عادي جدا ما بتتحرقش ده الاكوليبريان position ايه فعملت ايه سبتها تقع فنزلت لتحت فطبيعي ان the spring طولها هيزيد هلو the spring الطول بتاعتها هيزيد بعد كده الطول بتاع the spring رجع تاني five سنتيمتر يعني بتعمل oscillating اهي نزلت بعد كده تلت فهو بيقول لي في اللحظة بقى اللي هترجع فيها تاني هترجع five سنتيمتر اللحظة اللي بعد time بزير يعني هي عند time zero كانت هنا بعد كده رح تنزلت ورجعت تاني طول اللي spring بتاعدي five سنتيمتر حلو كده هي مشت قد ايه مشت نص cycle صح يعني نص periodic time هو بيقول لي انا عايز time ده اقديه بقى time ده كان بكام لما رجع التاني عند five سنتيمتر حبيب قلبي هو مش periodic time واحد على frequency اللي هي واحد على 4 يعني zero point twenty five ده periodic time حلو هي عشان تنزل وترجع تاني للا equilibrium قبل ما تضغط لفوق انا لسه مش هتضغط لفوق انا واقف ايه عند equilibrium يبقى ده نص periodic time يعني نص multiply zero point twenty five يطلع time zero point one hundred twenty five يبقى لك ساعة دي قال لك اللحظة هي the next instance اللحظة after time equal zero لما اللينس يرجع five يعني بتاعتي تنزل وتطلع ترجع تاني كده cycle يبقى نص cycle دي بعملها في time بيساوي ايه نص periodic time ما هي cycle الكاملة periodic time ما انا فاهمتك بقى في الرسمة ايه cycle الكاملة periodic time فلو هعمل نص cycle يبقى periodic time صعب الكلام ده هنا عندك ايه مشكلة فيه حاجة صعبة اخر حاجة بقى حابة بشرح لك عشان تبقى مركز معايا فيها ال Graphical Representation في حالة البندرام قادي البندرام بتاعدي قلنا x دي اللي بيبقى عندها v max حلو باجي اطلع 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 لحد وي عند وي يا حبيب قلبي v equal 0 وبعد كده انزل x وبعد كده اطلع انها التانية لz وبعد كده انزل تاني ايه انزل تاني x قلتلك وانا طلع السرعة بتاعتي بتقل وانا نازل السرعة بتزيد لحد ما بوصل للv وانا طلع الناحة تانية الv بتقل وانا نازل الv بتزيد عندي بقى حاجة اسمها الkiinetic energy اللي هي directly مع الv square يعني الv لو بتقل فده معناه ان الkiinetic energy بتقل لحد ما بوصل الv بزيرو ده معناه ان الkiinetic energy كان زيرو لو انا نازل السرعة بتزيد يعني الkiinetic energy بتزيد طبعا عند الv الkiinetic energy ايه ماكسموم لو جيب اطبق الكلام ده على الpotential energy الpotential energy بتاع تديريكلي مع مين مع الhide كل ما اطلع لفوق الhide بزيد يعني الpotential energy بتزيد كل ما منزل تحت الhide بقل يعني الpotential energy بتقل يعني هنا وانا طالع الkiinetic بتقل لكن الpotential energy بتزيد لحد ما وصل لاعلى ارتفاع اعلى يبقى الpotential energy ايه ماكسموم وانا نازل الkiinetic بتزيد بس انا نازل يعني لو حبيت بقى ارسم لك مبين كل واحدة فيهم دعا نرسمها مع بعض تعالى نمسي كل بوينت ونمشي بها مع بعض واحد واحد كده اول relation هارسمها ما بين وطايم تاني واحدة كينيتك انرجي والطايم وثالت واحدة هفرض معك او هسامي معك دي كده عند نقطة x دي نقطة y دي نقطة من x ال y ومن y ال x واني ايكس ال z وارجع تاني ال x دي ال displacement مع الطايم عند نقطة x ال displacement من كاما يعني لسه وقت ما كان ما تحركش ال displacement من zero بعد كده هتحرك من x اروح لو y يعني هتحرك maximum displacement هطلع لحد الماكسممم اللي هي الامبليتود لعني الحد وي دي امبليتود ومن وي هنزل ايه? هنزل لx تاني الديسبلسمنت رجعت لزيرو لجعت لنستارت وبعد كده من x ارجع لزد من x ارجع فين؟ ارجع لزد اهي يعني الديسبلسمنت ماكسممم بس ينحى اتاني بقى يعني هنالك كنت ماشى في وي نحادي هنا زد ينحى اتاني وبعد كده ارجع لx اللي هي بكام بزيرو طمام؟ طيب نخذ بقى على القينية كانرجي وانا عند x الـ v بتاعتي ماكسممم يعني القينية كانرجي مهي القينية كانرجيотي انرجي Perquèlimat يبقى v بتاعتي ماكسممم يبقى القينية كانرج ماكسممم من x هطلع لل- y القيني outta انرها هوراحلى y بتبدأ تقل تبدأ ايه تقل لحد ما توصل لايه? للزيرو ده عند نقطة y هي وبعد كده تزيد لحد ما توصل للماكسممم عند x تاني وبعد كده عند زد ال V بزيرو يعني القياناتك انرجي بزيرو وبعد كده تطلع ايه تطلع ماكسومن تاني عند X لان ال V ماكسومن يبقى القياناتك انرجي ماكسومن خدت بالك ان ال V عكس ال Displacement يعني عند ال Displacement او عند ال Maximum Displacement اللي هي ال Amplitude اللي V كب بزيرو عند ال Zero Displacement اللي هي ال Origin Point او ال Start Point انا لسه ما بدعتش حركة لسه ما تحركتش ولا يمين ولا شمال انا واقف مكاني يعني ال Displacement بزيرو ساعتها ال V كانت ماكسومن لو جيت ترسم ال Potential Energy هتلاحظ ان انا وانا طالع السرعة بتقل يعني القياناتك بتقل لك ال Potential بتزيد يعني القياناتك انرجي عكسها مين عكسها ال Potential Energy يعني لو القياناتك انرجي ماكسوم ال Potential ايه زيرو قلت بقت زيرو تلعت فوق بقت ماكسومن بعد كده نزلت عند X اقل ارتفاع زيرو وعند Z تلعت فوق اعلى ارتفاع يعني ماكسومن وبعد كده رجعت ليه للزيرو واحد يقول ليه هنا في Displacement كنت باستيف وفي النص التاني ناجاتيف لكن في الانرجي كنت باستيف الانرجي دايما باستيف عشان الانرجي فيكتور الانرجي بتاعتي ايه؟ فيكتور يبقى سواء ال Kinetic Energy او Potential Energy هي فيكتور لكن ال Displacement بتاعتي ايه؟ مش فيكتور سوري سكيلر سكيلر يعني انت اعتمد على ماجنيتيود بس يعني دايما باستيف لكن ال Displacement بتاعتي فيكتور يعني ايه فيكتور؟ يعني ليه ماجنيتيود بلاس دايركشن عشان كده ممكن تبقى باستيف وممكن تبقى ناجاتيف اخر ريليشن هرسمها هي بتاعة ال Mechanical Energy Mechanical Energy هي الصمشة ما بين ال Potential Energy زائد ال Kinetic Energy Mechanical Energy دايما كونستانت يعني مثلا لو Mechanical Energy 100 Joule لو Potential Energy بخمسين فالKinetic خمسين لو Potential زائد بقى ستين فالKinetic هاتيب أربعين المهم الصمشة بتاعهم يديني مين؟ المية يبقى ال Mechanical Energy هي الصمشة ما بين ال Potential Energy والKinetic Energy والMechanical Energy دايما كونستانت الميكانيكال Energy دايما ايه؟ كونستانت طعم؟ أهم الجراف شرحته لك النهاردة أو هشرحه لك النهاردة هلو؟ نصح على الكلام ده؟ يبقى انا كانت لعب معلومة ان ال Displacement بتاعتي بتبقى عكسي من عكس ال Plus دي يبقى انت لو عند ال Maximum Displacement اللي هي Y أو Z Y أو Z ال V بتاعتي بتبقى ب Zero لو انا عند ال Zero Displacement لو Displacement ب Zero اللي هي عند X اللي هي origin أو Start Point ال V بتاعتي بتبقى ايه؟ ال V بتاعتي بتبقى Maximum صحبة؟ تعالى مع بعض بقى ندخل على الجزء الثاني اللي هو جزء Energies Kineetic Energy بقى وال Potential Energy في سؤال رقم 13 يقول لي The Figure Showed a Moving A Suspended Showed Moving A Suspended Spring Wire والوائر ده بيعمل Simple harmonic motion بيقول لي السرعة هتفانيش فين ال V هتكون Equal Zero فين السرعة هتفانيش يعني ال V Equal Zero ده ال Equilibrium Position اللي هي ال X ال V بتاعتي هي ايه؟ Maximum هنزل تحت خالص ده كده انا مشيت Amplitude فعند ال Amplitude عند ال Maximum Displacement ال V ب Zero وفوق خالص لما اطلع فوق ال V بكام Zero فال V ب Zero فين عند Z و N حلو ال V هتكون ب Zero فين عند Z و N سؤال رقم 14 بيقول لي The opposite figure represent a simple pendulum that moves in a simple harmonic motion So the ratio between ال Potential Energy عند نقطة B و عند نقطة C عند نقطة B ده maximum height اللي هي ال V عندها ب Zero يعني ال Kyinetic بتاعتي ب Zero وال Potential عند عكس ال Kyinetic يبقى ال Potential Energy هتبقى maximum تمام؟ لو جيت عند نقطة C نحة تانية ال V هنا بكام Zero يعني ال Kyinetic Energy بكام Zero يبقى ال Potential Energy maximum يبقى لو عايز اعمل Potential Energy B على Potential Energy C مش ال Potential Energy بتاعت B هنا maximum وعندي C maximum يعني الكنين نفس value يعني لو قلتلك 2 over 2 بكام 1 3 over 3 بكام 1 يبقى maximum على maximum 1 تمام؟ يبقى رشيما بينهم هما equal بل Potential Energy هنا عند B equal Potential Energy هنا عند C يبقى رشيما بينهم 1 to 1 سؤال رقم 15 بيقول لي السؤال ده كان فيه غلطة بس في الإجابة بس الشرح بتاعه صح بيقول لي ستزيد بعد كده زن ستزيد ستزيد امتا السرعة تزيد وبعد كده تقل ركز معايا نقطة X هي الإكوليبريم اللي في النص وعند الإكوليبريم الفي بتكون maximum عند Y الفي بزيرو وعند Z الفي بزيرو حلو يبقى عند Y الفي بزيرو وعند Z الفي بزيرو حلو حلو فانا هبدأ منين بقى ابدأ واحدة واحدة لو انا هتحرك من Z هي رايح لX عند Z السرعة بزيرو وعند X السرعة maximum يبقى كده السرعة بتقل ولا بتزيد كنت 0 بقيت maximum يبقى كده السرعة بتزيد لا هو ما قال ليش يزيد بس قالت زيد بعد كده تقل increases then decreases يبقى دي غلط طب لو هتحرك تاني واحدة هي من X ال Y من X الفي كانت maximum و Y الفي بزيرو يبقى كده السرعة بتقل كانت maximum بقيت 0 لا انا عايز هتزيد بعد كده تقل تعالى نمسك من Y لZ يبقى من Y لZ من Y سرعتي كانت 0 قبل ما عدي على Z انا هعدي على X يبقى انا عندي من Y رحت الاول لX فسرعتي بقيت maximum وبعد كده رجعت الزد اللي هي سرعتي بزيرو يعني من Y زيرو هروح للماكسيموم يبقى السرعة بتزيد ومن X هروح للزد يبقى السرعة بتقل يبقى هنا عند Y سرعتي كانت بزيرو بعد كده بقيت maximum يبقى سرعتي كانت بزيد ومن X رحت الزد يعني سرعتي كانت maximum بقيت زيرو يبقى الاجابة الصح الاجابة الصح رقم سؤال رقم 16 انا في الجزء اللي كنت بعمل فيه explain شرحت لك الجراف ده وقلت لك خلي بالك ان الـ displacement عكس الفلاسطي ولو عكس الفلاسطي يبقى عكس مين يبقى عكس الـ kinetic energy فاكبر لك الرسمة بتاعته ركز معي بقى هنا الـ displacement maximum يبقى الـ kinetic energy هو بيقول لي اشتبه فهم السؤال بيقول لي بس بيقول لي حول الـ displacement والـ time graph ده احوله الـ kinetic energy حلو فانا بعمل ايه بقى هبدأ اقسم الرسمة بتاعتي اهي اجزاء عند النقطة دي كده جزء وعند النقطة الـ maximum دي جزء وعند دي كده جزء وعند دي كده جزء وعند دي كده جزء اهي ده كده اللفة الكملة فانا في الجزء الاول كنت ايه كانت كانت يعني 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 يبقى هنزل للزيرو بعد كده بقيت زيرو ويبقى هطلع للـ maximum وبعد كده هنزل للزيرو حلو فخلي بالك ان الـ displacement عكس الفي الـ displacement عكس الفي يعني اللي عنده maximum displacement اهيه لو رجعت الـ بتاعتي هنا عند اكس هنا واي عند واي الفي بزيرو صح ودي ابعد مسافة يعني ديل دي maximum وطالما الفي بزيرو يبقى الكيناتك انرجي بكام بزيرو طالما الفي طالما السرعة بتاعتي بزيرو يبقى الكيناتك انرجي بزيرو بعد كده اكرر الرسمة بتاعتي تاني الـ wave التاني لان هنا قالك لحد الـ periodic time t وهنا بيقول لك لحد 2t 2 periodic time يعني انا عامل لفتين حلو اجا بص على الكلام ده اشوف انا هي رسمة صح تطلع رقم c حلو طب ليه مسميش بي لان هنا بي بدقة من الماكسما ما ينفعش وهنا برضو بدقة من الماكسما ما ينفعش بس هنا هو بيقول لك انا عامل نص لفة في periodic time لا الـ periodic time ده الـ time بتاع الـ one complete cycle او الـ one complete wave طالما تعال نشوف السؤال اللي بعده رقم 17 بيقول لي in the opposite figure عندي pendulum vibrates with frequency يعني بتحرر بـ frequency equal zero point five hertz ماشي قال لي about its equilibrium position اللي هو زد the pendulum start its motion from y يبقى انا عند y هنا كده شايل لها حلوة البدايات يبقى y هي اللي تاخد حلوة البدايات يبقى تحط جنبها ايه؟ plus one يبقى عند y هارزع جنبها بقى سعيبها على جنب كده عشان خاطر مستر اسلام plus one حلو قال لي so throw a minute throw a minute يبقى الـ time عندي كام one minute اعمل لها multiply 60 يبقى الـ time equal عشان حول له second يبقى الـ time equal 60 second حلو بيقولي through one minute البندلان بتاعتي هتعدي على نقطة y كام مرة ونقطة زد كام مرة ونقطة x كام مرة قلتلك لما يقول لك ابدأ عد في ثوابت n 2n n يبقى انا هعدي على x n وهعدي على y او زد الاول 2n اللي في النص وهعدي على y n طب انا عايز اجيب عدد اللفات طب انا معايا الـ frequency ومعايا الـ time مش انت عندك الـ triangle بتاع الـ frequency اهو n over t يبقى الـ n equal مين الـ frequency اللي هي 0.5 والـ time 60 يبقى عدد المرات او عدد اللفات اللي انا عملتها كانت 30 cycle يبقى هعدي على x 30 مرة وهعدي على زد 2n يعني 60 مرة 2n يعني 2n في 30 وهعدي هنا 30 مرة بس هو قال للـ start عند y يبقى تحط plus 1 عند y يعني هنا x هتبقى 30 زي ما هي وزد 60 واللي عندها البداية هتبقى 31 لان قلتلك حلوة البدايات بتيجي مرة واحدة بس فانت بتحط n 2n والنقطة اللي يقولك انا بدأت من عندها بتحط جنبها plus 1 يبقى نقطة y اللي بدأت من عندها هتبقى 31 وزد اللي في النص 2n يعني 60 وx 30 بس تفقنا؟ صعب الكلام ده؟ تعال بقى نخش على الجزئية اللي بعديها نركز معي تعال بقى نتكلم مع بعض التفصيل عن مين؟ عن الـ wave motion أو بمعنى صح نبدأ بالـ wave types انا عندي الـ wave كم نوع؟ الـ wave عندي نوعين افهم بقى عشان ننشي مع بعض خطو خطو اول نوع اسمه mechanical waves وايه هي mechanical waves؟ mechanical waves دي العيل الصغير اللي ما بيعرفش يمشي لوحده فقلتلك لازم حاجة تساعده ان هو يمشي الحاجة دي بسميها ايه؟ الـ medium يبقى الميكانيكال ويفز دي ويفز بتحتاج ميديم عشان تقدر تتحرك يعني بالاخر ما بتقدرش تمشي في الـ space حلو؟ تاني نوع عندي electro magnetic waves والـ electromagnetic waves دي بقى الكبير بيقدر يمشي سواء في الـ space أو في الـ medium يعني بيمشي في الاتنين بس هو بيحب مين طبعا؟ بيحب الـ space يبقى الـ electromagnetic waves بتمشي سواء في space أو ميديا أشهر electromagnetic wave عندي هو الـ light وأشهر mechanical wave عندي هي الـ sound يبقى الـ sound wave هي أشهر mechanical wave والـ electromagnetic wave والـ light هي أشهر electromagnetic waves طيب الـ sound waves أو الـ mechanical waves عمتا بتحب تمشي في الـ medium لكن الـ light بيحب يمشي فين؟ في الـ space يعني مثلا لو جيت قلتلك الـ V تاعد الـ sound في الـ gas ولا في الـ liquid ولا في الـ solid أسرع هتقول لي الـ sound أو الـ sound mechanical waves تمام؟ بيحب أكتر حاجة مين؟ بيحب الـ solid هو بيحب الـ medium وـ medium يعني molecules هو عايز molecules كتيرة تنقله من مكان لمكان يبقى أصرح حاجة للـ sound في الـ solid وبعد كده الـ liquid وطبعا أقل واحد فيه molecules هو الـ gas يبقى أقل سرعة للـ sound هتبقى فين؟ هتبقى في الـ gas لكن لو جيت الـ electromagnetic waves انت عندك V الـ gas هي وV الـ light الـ liquid sorry والـ V الـ solid الـ electromagnetic waves بتحب مين؟ بتحب الـ space يعني كلما عدد الـ molecules تقل كلما هو هيتحرك أسرع يعني أسرع حاجة في الـ gas وبعد كده الـ liquid وأقل حاجة عشان فيها عدد molecules أكتر في الـ solid واحد يقول له هو الـ light ممكن يمشي في الـ solid أقول له طبعا ممكن يمشي في أي solid لو الـ solid ده إيه؟ transparent يعني إيه transparent شفاف؟ حاجة مثلا زي الـ glass يمشي فيها light حاجة زي البلاستيك يمشي فيها light يبقى أي حاجة transparent بيمشي فيها أي حاجة شفافة يعني بيمشي فيها light بتاعي حلو؟ تعالوا بقى نمسي واحدة واحدة فيهم وانفصصها أول حاجة هنتكلم عنها هي الميكانيكال ويفز الميكانيكال ويفز عندي بتتقسم لنوعين النوع الأول اسمه transverse ويفز والنوع التاني اللي هو longitudinal ويفز يبقى أنا عندي الميكانيكال ويفز كم نوع؟ نوعين أول نوع الـ transverse ويفز وتاني نوع الـ longitudinal ويفز وسواء الـ transverse ويفز أو longitudinal ويفز إحنا قسمناهم على أساس إيه؟ ركز في اللفظ ده قسمناهم على أساس حركة الموليكولز جوه الميديم حركة الموليكولز جوه الميديم بالنسبة لحركة الـ ويفز يعني ايه؟ يعني لو جيت اتكلمت عن الـ transverse ويفز أول حاجة هقولها لك الموجة بتاعدي لو جيت بصيت على الموجة في البحر لو انت واقف هنا على الشط هوق انت على الشط هنا يا حبيبي قلبي والموجة جاية عليك كده إيه اللي بيحصل؟ بتلاقي الموجة طلعة ونزلة الموجة اللي طلعة دي الموريكوس بتطلع تطلع لفوق وتنزل ايه؟ تنزل تنزل لتحت يعني الموليكولز بتتحرك up and down up and ايه؟ and down والـ wave انت واقف عشرة بتلاقي الـ wave جاية لك الموجة جاية لحيتك يعني الموجة بتتحرك لقدام ده بسميه الـ direction of wave أو direction of propagation اللي هي الـ direction اللي بتتحرك فيه الـ wave لكن الموليكولز بتاعت المية بتتحرك ازاي فوق وتحت up and down بتتحرك ازاي هيقلبي up and down normal او perpendicular على direction of propagation يعني انت معاملة angle 90 مع direction of propagation لو جيب بصيت كده هتلاقي حرف التي ادي حرف التي اللي هي ايه؟ transverse لكن اللونجي تيودينال بقى اللونجي تيودينال جاية من along along يعني parallel يعني هنا الموليكولز في transverse بتحرك perpendicular لكن في حالة اللونجي تيودينال بتحرك ايه؟ parallel direction of propagation يعني الـ wave ماشى في الاتجاه ده والموليكولز بتحرك forward و backward تحرك forward يعني قدام و backward يعني ايه؟ backward يعني ورا ده زي مين؟ زي الـ sound في الـ air زي الـ sound waves في الـ air الـ sound waves في الـ air بتتحرك ازاي؟ انا لما اجي اتكلم بيقى في موليكولز وقفة كده طابوره ورا بعضاه قدى انا اتكلم الموليكولز دي تغبط في دي فدي تسيبها وتروح دي تغبط في اللي وراها ويبدأ يتحرك الموليكولز تروح بص هي دي تغبط في دي كده وترجع اديتها الـ energy راح تواخدها اديتها للموليكول اللي وراها فتبدأ الموليكولز تتنقل بالشكل ده لحد ما توصل لحد عندك واشهر هي مين؟ هي الـ water waves يبقى انا لو عايز transverse wave هي الـ water wave الـ longitudinal wave هي مين؟ الـ sound wave لما بيتحرك في الـ air يبقى الميكانيكا اللي عندي كان نوع نوعين اول نوع transverse ودي الموليكولز بتتحرك up and down normal او perpendicular على direction of propagation لكن الـ longitudinal wave بتتحرك forward and backward parallel على direction of propagation دي بسميها transverse wave ودي بسميها ايه longitudinal wave تعالى نبدأ مع بعضي بالتفصيل كده نتكلم عن transverse wave ركز معي ادي يا حبيب قلبي الـ y-axis ودي الـ x-axis ايه تعالى نرسم مع بعض الـ wave ادي الـ wave بتاعتي ماشي 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 الـ transverse wave مكونة من الحاجتين اول حاجة الماكسموم displacement في الـ positive direction الماكسموم فيين؟ في الـ positive direction ليه هنا؟ دي بسميها ايه؟ بسميها crest والماكسموم displacement في الـ negative direction بسميها trough يبقى دي maximum displacement بس فوق ودي maximum displacement بس ايه؟ بس في الـ opposite direction بسميها المسافة من اول هنا اللي هي الزيرو لحد هنا دي كده اسمها wave lens بس انت قلت لها مستر ان الـ wave lens هي المسافة بتاعة الـ 4 تربع لان الـ wave مكونة من 4 تربع هافترض معاك ان انا بدأ هنا بالكريست تعال نعد ادي ربع اتنين تلاتة اربع ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني بالكريست للكريست اللي وراها دي wave lens طب لو بدأت بالترف تعال نعد واحد اتنين تلاتة اربعة يعني بالترف للترف اللي وراها دي wave lens يعني الـ wave lens هي الـ distance between two successive successive يعني ورا بعض two successive point have same phase يعني ايه same phase؟ يعني يكون لها نفس المجنيتود وتكون في نفس الـ direction يعني دي باستف فوق دي باستف زيها دي amplitude لحد هنا دي amplitude لحد هنا طيب دي ناجاتف اللي هي الترف دي ناجاتف وراها ايه؟ دي نفس النقطة اللي هي الـ amplitude دي نفس الايه؟ الـ amplitude بتاعها يبقى same phase يعني تكون ss same magnitude and same direction same magnitude and same direction ده لو قلتلك ان هي same phase يبقى هي الـ wave lens هي distance ما بين two successive point have same phase سواء من crystal crystal wave lens من الترف للترف اللي وراها wave lens او من الزيرو ده من الزيرو ده دي ايه؟ wave lens اتفقنا؟ صعب الكلام ده؟ ولازم تكون طبعا مكوناة من كام ربع؟ أربع تربع دي الـ one complete cycle طيب ركز باعة معي دي في حالة الـ transverse طبعا في حالة longitudinal يا مستر اسلام longitudinal بتاقلتلي ان المالكلس تتحرك قدام ورا يعني لو جيت بصير كده المالكلس تتحرك لقدام يقربوا من بعض المالكل ده شايل انرجي اللي هو السحون ده انرجي يجدها للوراه ويرجعتين يعني في في لحظة المالكلس بتقرب وفي لحظة المالكلس بتقرب هافترض معاك ان هنا المالكلس كده قريبة من بعضها ايه؟ لما المالكيلس يا حبيب قلبي بتقرب من بعضها وهنا المالكيلس بعيدة عن بعضها لما المالكيلس بتبعد من بعضها دي بنسميها اي& لما المالكيلس بتبعد عن بعضها بسميها ايه يبقى هناه لما بتقرب من بعضها رائشين لما بتبعد عن بعضها يعان المولكن لو هتقرب عشان تعمل ترانسفير الانرجي دي يبقى هيا بتعمل انت لما بتعمل تب jedin وبعدها تعامل ايه سايلافاتشي بتبعد عن بعضها تمام المسافة من السينتر بتاعة لاختيق الوراء دي بسميها والمسافة ما بين السنتر بتاع الرافاكشن للرافاكشن لورا دي بسميها يبقى الوافلانس بالسنتر بتاع الكمبريشن للكمبريشن لورا وبيحصل كومبريشن عشان ننقل انرجي اعمل ترانسفير للانرجي والمسافة ما بين السنتر بتاع الرافاكشن للرافاكشن للرافاكشن لورا دي ويف لانس يبقى الوافلانس هي الدستنس ما بين two successive point have same phase من كريست لكريست او من تراف لتراف من كومبريشن لكمبريشن او من راريفاكشن للرافاكشن انتفقنا صعب الكلام ده في اي مشكلة هيبقى قلبي طيب تعالى بقى معايا نخش على هتة جميلة كده اللي هي الفلاسطي اوف الواف قانون الفلاسطي ايكوال ايه الفلاسطي بتاعتي هي الدسبلسون تعالى الطايم ده القانون الاساسي يعني لو جدا فكرك بمثلس اللايستورك عشان خاطري ما تنسهوش هتلاقى المثلس بتاعك اهو رسملي ايه دي الفلاسطي ايكوال مين دسبلسون تعالى الطايم لو جيب بصيت على الواف الواحدة دي دي كده one wave التايم نيدت فور one complete wave ده مين ده البردق تايم يعني ال v ايكوال الطايم بتاع اللفة الواحدة اللي هو البردق تايم والمسافة اللي مشيها الموليكول من هنا لحد هنا المسافة دي كده اللي هي الدسبلسمنت الخط ده هو مين الوافلانس يعني ال v بتاعت ايكوال ويفلانس اللي هي بالنسبة لي هي الديستنس او الدسبلسمنت على مين على ال تايم اللي هو البردق تايم بتاع اللفة الواحدة طيب ثانية واحدة لو انت عندك two over three مش هي هي اتنين multiply one over three يعني انت لو عملت اتنين multiply one over three تديك ايه two over three طب ما انا كده ال v عندي equal wavelength multiply one over t والone over t هي هي مين الفريكنسي يعني لو حبيت اعمل قانون لل v فال v ايكوال ايه ويفلانس multiply الفريكنسي ال v ايكوال ايه ويفلانس multiply الفريكنسي يعني لو حبيت احطلك مسلس كده على جنب في الحتة دي بص معايا ايه في الحتة دي كده على جنب فالمسلس بتاعي يا حبيب قلبي هيقول لي ايه اهو مسلس بتاعك ال v equal wavelength multiply mean frequency هقول لك بقى شوية معلومات ال v يا بابا بتعتمد على حاجة واحدة بس ايه هي الماديم الفي بتعتمد على مين? يعني الفي بتاعتيا ما بتتغيرش غير لما غير الماديم والفريكونس بتعتمد على حاجة واحدة بس اللي هي مين? يبقى الفي بتعتمد على الميديم والفريكونس بتعتمد على ال pests يعني لو قلتلك نفس السورس يبقى نفس ال efficacy لو قلتلك نفس الماديم يبقى نفس الايه? الby تعالى نشوف الكلام ده مع بعض ركز معي يعني انت دلوقتي يا مستر قلتلي من شوية كده في الحتة دي في الحتة دي كده قلتلي يا مستر ان انا عندي ال V بتعتمد على مين؟ على الميديم؟ صح يعني لو قلتلك same medium راحت فيه ال V بتاعتي بتعتمد على الميديم يعني لو قلتلك ان انا بتحرك في same medium ده معناه ان V في الكيس الاولى equal V في الكيس التانية صح؟ ده لو قلتلك انا بتحرك فين؟ في same medium طيب بص معي بقى يبقى اول حاجة لو انا بتحرك في same medium من غير ما اتفكر وطيتها الديمارك يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان V واحد equal V اتنين تاني لو انا بتحرك في same medium ده معناه ان V واحد equal V اتنين وانا لسه اقول لك ان V equal ايه؟ المثلث بتاع اللي كان على الجانب ده V equal wavelength ايه؟ multiply frequency يعني wavelength واحد frequency واحد wavelength اتنين frequency اتنين يعني لو قلتلك هنا same medium يعني V بتاعتي ايه؟ constant يعني V واحد زي ما قلتلك equal V اتنين وقلتلك ان V wavelength في frequency واحد frequency واحد equal wavelength اتنين frequency اتنين ممكن نخلي wavelength في حتة وال frequency في حتة يعني اودي هنا frequency اتنين كده اودي هنا wavelength واحد فيبقى عندي ايه؟ frequency واحد على frequency اتنين equal mean equal wavelength واحد wavelength اتنين دي wavelength اتنين هتبقى في المكانة هنا على wavelength واحد يبقى كده لو جيب بصيت معاي هتلاقي الريليشن ما بين V واحد او frequency واحد على frequency اتنين اللي هي wavelength اتنين على wavelength واحد هتلاقي العلاقة ما بينهم ايه؟ inversely proportional يعني inversely proportional يعني عجزة يبقى واحد على اتنين اتنين على واحد يبقى كده العلاقة ما بينهم ايه؟ inversely proportional تمام؟ اوكي تعال نكمل انا بتحرك في نفس الميديم يعني ال V constant يبقى العلاقة ما بين frequency وال wavelength inversely proportional يبقى العلاقة ما بين frequency وال wavelength inversely لكن لو قلتلك انا عندي same source ما اللي بتأثر بال source اللي بتأثر بال source كانت frequency صح يعني لو جيت قلتلك same source يبقى هتقول لي يا مستر frequency 1 equal frequency 2 طب frequency equal ايه؟ V على اللمضة V على اللمضة يبقى frequency equal V1 على wavelength 1 equal V2 على wavelength 2 cross multiplication نزل V2 طلع wavelength 1 يبقى V1 على V2 equal wavelength 1 على wavelength 2 يبقى العلاقة ما بين V وال wavelength directly العلاقة ما بين V وال wavelength directly لكن دي frequency ده طبعا هنا لو same medium وهنا لو same ايه؟ لو same source ماشي؟ من غير ما تفكر frequency 1 equal frequency 2 لو قال لك same medium يبقى V1 equal V2 لان V والله العظيم ما بتتغير غير بتغير الميديم مش هتتغير غير بتغير مين؟ الميديم بتاعي طبعا؟ من اهم القاونين اللي هقولها لك النهاردة يبقى لو جيت قلتلك same source يبقى ال frequency لو جيت قلتلك same source يبقى ال frequency ما لها constant والعلاقة ما بين frequency وال wavelength inversely وما بين V وال wavelength اتفقنا؟ طيب عايز بقى اراجع معك على شوية حاجات بسيطة كده انت بتتلاعبط فيها ايه هي يا مستر اسلام؟ دعنا نرسم كده مع بعض A دي X axis أو Y axis وال X axis وعايز ارسم wave ادي wave مثلا 2 3 دي كده ماشي انت قلتلي المسافة من بين الكريست والكريست الوراها دي wavelength طيب وقلتلي ان ال wavelength المثلث بتاعها هم equal X على ال N وقلتلي XL distance لو جيت قلتلك انا عايز distance ما بين الفرست كريست اللي هي دي والسرد كريست هتقول لي من الاولى للتانية دي wave ومن التانية للتالتة دي كم wave اتنين يعني هنا عدد waves equal كم اتنين يبقى من الفرست كريست لي السرد كريست اتنين هل ما قد عمل كده؟ لا طالما قالك من كريست لكريست ماشي أو من لترف لترف أو من لكمبريشن لكمبريشن كمبريشن أو من كل دول بعمل ايه؟ ال N بتاعتي بعمل N كنين اللي هي N كبيرة منس N واحد عشان اجيب عدد بتاعتي يعني قلتلك مسلا من أو من فرست للتنت فهعمل عشرة ماينس واحد يبقى عدد كام تسعة قلتلك من للفيفس يبقى هعمل خمسة ماينس اتنين يطلعوا كام؟ يطلعوا تلاتة خمسة ماينس اتنين يطلعوا عددهم تلاتة يبقى دي عدد الويبس ال N بتاعتي الويبس هلو؟ يبقى سواء من كريست لكريست ترفل 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 كمبريشن لكمبريشن بعمل N كبيرة لو متدالك ماينس N ايه؟ N الصغيرة طب لو جيب بقى شغلت دماغي عليك شوية وقلتلك ايه؟ قلتلك من ركز مع هذه هاته دي من او يعمل الفيرست كريست للسرد ترف يعني من هنا الفيرست كريست دي الكريست اولى دي الكريست التانية دي الكريست التالتة وهنا دي الترف الاولى دي الترف التانية دي الترف التالتة فقلتلك من الفيرست كريست لحد السرد ترف لحد هنا تعال نعد كده؟ من الكريست الاولى التانية هدي كده ويب ومن التانية للتالتة ويب بس انت مش تقف عند الكريست انت تقف عند الترف يبقى الحتة دي ايه؟ من الكريست للتراف اللي وراها دي بتبقى نص ويف. يبقى انت كده تنين ونص. يبقى لو قلت لك من كريست لتراف. او من كومبريشن. طبعا? بعمل ايه? بعمل ان اتنين. مينس ان واحد بلس نص. دي عدد بتاعي. يبقى النمبر اف ويفز. بعملو ازاي? ان اتنين. مينس ان واحد بلس النص. ان اتنين مينس ان واحد بلس النص. طب لو جيت قلت لك سواء من كريست لتراف او من الكريست ايه بتيجي الاول? التراف بتيجي بعديها عشان كده بزود النص ده. عشان التراف بتيجي بعد الكريست بقدى ايه? بنص ويف. التراف من التراف للكريست. ركز معي بقى في هاتري. يعني لقلت لك من الفيرست تراف للسرد كريست. دي الكريست رقم ثلاثة. من التراف للتراف ادي كده ويف. ومن التراف للكريست ادي كده نص. يعني دول كم? دول ويف ونص. فبعمل ايه بقى? بعمل ان كنين مينس ان واحد. اللي هي تلاتة. مينس مين الواحد. مينس نص. يعني بعمل ان مينس ان من للكريست. بعمل ان مينس مين? مينس النص. بشيل منها ايه? النص كتيري. يبقى هعمل ان كنين مينس ان واحد مينس النص. يعني هنا من للكريست. دي كده لتراف رقم ايه. في الحالة دي عندي اتنين. ودي واحد. يبقى كده ما بينهم ويج. ودي ايه? نص. يبقى لو جيتها عمل تلاتة ماينس الواحد. اللي هي السرد كريست. تلاتة ماينس الواحد ادي كدتني. ماينس نص يعني فينها هتديني ايه? واحد ونص ويف. دي عدد الويفز بتاعتي. دي الان. حلو? يبقى انا بحسبها ازاي حيو قلبي? تاني هي معايا. مش الهيدة دي هتلغبطك. انت عندك مين قبل مين? انت عندك الكريست بتاعتي. بتيجي قبل الترف. اهي. امسح لكم عملية بقلوبية. لكن الترف بعد الكريست. يعني لو جيت قلتلك. كده. ادي اول ويف. دي الفرس ترف. من الفرس ترف. للسكند ترف. ادي كده ويف. انا مش عايزة ايه? للكريست رقم تلاتة. اللي هي دي. فمن واحد لاتنين دي كده ويف. ومن اتنين للكريست رقم تلاتة هنا دي نص. يبقى هنا بعمل تلاتة اللي هي كريست. تلاتة. مينس الواحد. مينس ايه النص. حلو? من هنا هنا ويف. ومن هنا هنا نص. يبقى تنين. مينس النص. تديني كام? الان بتاعتي بواحد نص. يبقى لو قالك من الترف للكريست او من الراريفكشن للكومبريشن. لو بدأت بالترف. بعمل مينس نص. لكن من الترف لترف عادي بسيبها زي ما هي. يعني من الترف للترف بتفضل زي ما هي. ان اتنين مينس ان واحد. من الكريست للكريست زي ما هي. من كومبريشن للكومبريشن زي ما هي. راريفكشن راريفكشن بعمل كبير ما انا الصغير. لكن من كومبريشن او من الكريست للترف او راريفكشن بعمل بلاس نص. لان الترف بيجي بعد الكريست. لكن هنا الكريست بتيجي قبل الترف عشان كده بعمل ايه? بعمل الماينس النص المتاعي. تمام? سوى الرقم واحد هنا بيقول لي ايبا? بيقول لي افايبريتينج سورس وميدين الفريكونسي بتاعته بهندرد هرتز. بيقول لي كالكليد the time taken to pass from the first كريست للفورتينث كريست. يعني من كريست رقم واحد لكريست رقم فورتين. قلتلك طالما من كريست لكريست لما اجي احسب الان ان الكبيرة مينس ان الصغيرة. يطلعوا كم ويف يبقى كده عددهم اهي سيرتين ويفز. لو انا عايز احسب بقى ال time بص يا حبيبالبي. ايه دي بتاع الفريكونسي اللي هي ان وفر تي يبقى تي اكوال ايه? ان اوفر الفريكونسي. الان عددهم سيرتين والفريكونسي هندرد. يطلع الكلام ده زيرو بوينت سيرتين سكند. سوار رقم اتنين بيقول if the distance between the compression and its successive rarefaction. قلتلك طالما هتحرك من compression لل rarefaction اللي اللي وراها عشان قال لي successive يعني اللي وراها يبقى دي نص ويف. فهو بيقولي ان نص الويف equal 2.5 سنتيمتر. هوادي الهالف دي بايدد عشان اجيب الويف الكاملة. يبقى الويف equal 2.5 over الهالف تطلع 5 سنتيمتر. واوعة تختار 5 متر. واوعة تبقى مغفل. مش اي 5 وخلاص. هوا مديك اليانت بالسنتيمتر. يبقى لازم تدلع بالسنتيمتر. سؤال رقم 3. بيقولي the opposite figure shows two birds. عندي عصفورتين. on a water surface. قال لي if the horizontal distance between them المسافة اللي ما بينهم 1.5 متر. عايز الويفلينز. هي العصفورة الاولى دي واقفة فين? واقفة على كريست. والعصفورة التانية دي واقفة على طرف. فالمسافة من هنا اللي هنا 1.5. يعني المسافة من الكريست للطرف اللي وراها 1.5. حلو. دي المسافة ما بينهم. طب ما هم الكريست للطرف اللي وراها. يبقى كده دي نص ويف. يبقى نص الويف 1.5. يبقى لو عايز الويف. يبقى 1.5. هوادي النص divided. over نص. تطلع 3 متر. اللي هي الاجابة رقم B. سؤال رقم 4. بيقولي the wave produced in the opposite figure is produced in 4 seconds. حلو. طيب. ركز معايا بقى. لو قال لك ان الويف دي كلها مسلا هي في 4 seconds. يلا نعد. ادي ربع. اتنين. تلاتة. اربعة. حلو. يبقى كده دي ويف. ودي التانية. يبقى الطايم ده كله من هنا الحاد هنا ب 4 seconds. يبقى مديك مربع هنا قال لك ان الطول ده اتنين سنتيمتر. والطول ده كده اتنين سنتيمتر. حلو. لو عايز احسب الويف لنز. ادي واحد اتنين. تلاتة اربعة لحد هنا. دول كم مربع واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى اربعة في اتنين. يبقى اتنين هي. فاربعة او اربعة في اتنين. يبقى الويف لنز طول الويف الواحدة تمانية سنتيمتر. طب لو عايز الامبليتود من الزيرو الاعلى نقطة. دي كان مربع واحد اتنين. اتنين واثنين كام? اربعة. يبقى الامبليتيود اربعة سنتيمتر. فمديني هنا بقى تلاتة بيقول لي هل الويفلنس بتمانية? اه الويفلنس بتمانية. هل الامبليتيود باربعة? اه. بس هل الفريكوانسي بوان اوبر ايت? لا. يبقى الاتنين الصحة وما مين? بيقول لي which statements are correct? اي ودبل اي. هم دول اللي correct. تمام? طيب. تعال نشوف اللي بعته. سؤال رقم خمسة. بيقول لي in the opposite figure عندي point اسمها ايه? هنا. represents the position of one of the medium molecules. يعني نقطة اي دي واحدة من ال medium molecules. in which a transverse wave is propagating at a certain moment. قال لي if the point has become a trough after one point five second. ركز بقى في حتة دي. يعني بقيت trough. يعني كنت هنا. وبعد كده بقيت trough. يعني من هنا من ايه? لحد هنا ايه? دي كده ايه? دي كده بقيت كريست. وبعد كده هنزل وبقى trough. عند النقطة دي. يعني ايه هتيجي هنا? يبقى انا كده اتحركت اقديه. نص فوق وربع تحت. يبقى الان اللي انا اتحركتها تلات تربع. حلو. ايه? تلات تربع. ماشي. لو انا بقى. والتايم بتاعة التلات تربع هو. لو انا عايز اجيب تايم على ان? التوتال تايم وان بوينت فايف. وقال لي عدد اللفات زيرو بوينت سبنتي فايف. اللي هي التلات تربع لفة. انا كنت هنا عشان ابقى اطراف. يبقى هعدي على الكريست الاول وبعد كيال ترفع عشان اوصل للنقطة دي. يعني مشيه تلات تربع لفة. احسب الكلام ده يطلع كام? اول حاجة بيقول لي عايز الاكس. هي الاكس على ان? انا عايز الاكس دي. طيب بيبقى الاكس اكوال ان? في الاكس. هو عايز يسيب الاكس زي ما هيب. انا مطلوب مني احسب الاكس. مش انا قلت لك وانا باشرح. قلت لك ان الاريفاكشن بتيجي بعد الكمبريشن يعني الكمبريشن قبل الاريفاكشن. طالما قبلها يعني هعمل مينس نص. يبقى ان الكبيرة اللي هي اربعة مينس واحد. واشيل منها النص تطلع كام اتنين ونص اللي هي الاجابة ارقم بي. تمام? مش فاكر ارجع للشرح تاني. تمام? انا ممكن ارجعك هنا تاني هو. في حديث القوانين. طالما انا بتحرك من او من او من الكمبريشن 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 قبل الترف. قبلها بقديه? قبلها بنص لفة. والكمبريشن قبل الاريفاكشن قبلها بقديه بنص لفة. عشان كده بشيل نص. بشيل ايه? نص. هو هتنسى. سؤال رقم سبعة. سؤال رقم سبعة ده من عينة الاسئلة اللي دايما بحب اقول الحبيب قلبي اللي بيسمعني. اللي تقرأه اكتبوه. اللي تقرأه اكتبوه وبعد كده بدأ ترجم على كل رسمة. تعال نفهم بس انا اعمل ايه واحدة واحدة ما اتلغبطش نفسك. بيقول لي ويتش وقال لك ويف ايه دي اللي هي الريد. اللي هي البلو. يبقى انا عندي واحدة اسمها ايه? رسمها هو باللون الاحمر. واحدة اسمها بي رسمها هو باللون الازرق. وبعد كده بدأت اديني معلومات. قال لي ku roll the wavelength ايه? الويفلنت بتاعت ايه? is يعني ايقوال dobbel بتاعت بي. يعني عندي الويفلنت بتاعت ايه equal اتنين ويفلنت بيه. وقال لك ان الامبلتيد بتاعت الوايف тон媽 ايه? double الامبلتيد بتاعت الوايف اللي اسمها بي. يعني كده. الويفلنت ايه اكبر في الويفلنت والامبلتيد بتاع ايه اكبر في الامبلتيد. حلو؟ طيب. تعال هنبص اهو هنمسك واحدة واحدة ابدأ باول واحدة خالص رسم رقم ايه اللي هي دي فين الويف لينس الاولانية ايه اهي اللي بالاحمر وبي اللي بالزرق اهي هل كده الويف لينس اللي بالاحمر هي الاكبر لا يبقى دي غلط لان الويف لينس اللي بالزرق دي كلها واللي بالاحمر دي بس يبقى اول معلومة غلط نمسك تاني واحدة فين الويفلينس اللي بالأحمر دي كده ويف كمده واللي بالأزرق دي كلها يبقى الويفلينس اللي بالأزرق أكبر يبقى دي غلط نمسك تلات واحدة الويفلينس اللي بالأحمر كل دي هي الأكبر بتسوي كم ويف بقى بالأزرق بتسوي واحد يبقى فعلا بتسوي 2 نبص على هل بتاع ايه لحد هنا اكبر من بي اللي ازرق لا يبقى دي غلط ارميها الويفلينس اللي بالأحمر كل دي كده والويفلينس اللي بالأزرق ادي واحد يبقى فعلا اللي هي بالأحمر بتسوي 2 يبقى اول معلومة صح طب الامبليتود بتاع ايه بكام اربعة والامبليتود بتاع بيه اللي هي بالأزرق بكام اتنين يبقى فعلا الامبليتود بتاع ايه بيساوي اتنين من الامبليتود بتاع بيه يبقى الاجابة الصحة رقم دي الاجابة الصحة رقم ايه دي صحب الكلام ده؟ في ايه مشكلة؟ طيب تعال نشوف سؤال رقم تمانية بيقول لي الطايم بتاعي بزيرو بوينت زيرو زيرو فايف سيكون طو موف فروم الاكوليبين بوزيشن لحد ده الاكوليبين بوزيشن فانا خدت وقت من هنا الحاد هنا كده ده الطايم بتاعي اللي هو زيرو بوينت زيرو زيرو فايف الهتة دي كده من اول الاكوليبريم اللي هي مسلا من اكس لحد واي دي اسمها ايه؟ بالضبط amplitude. يعني time اللي هو مدهولي time بتاع amplitude time اللي هو مدهولي time بتاع amplitude. يبقى كده time بيسوي ايه? اربعة time amplitude يعني اربعة في 0.005 يبقى الperiodic time اللي هو time بتاع اللفة الوحدة 0.02. هو عايز frequency. طبعا frequency واحد على periodic time. يعني واحد على 0.02. تطلع كان بقى frequency. تطلع 50 hertz. يبقى الfrequency بتاع دي كم? 50 hertz سؤال رقم 9 بيقول لي عندي a piece of elastic wire is coiled and attached to a turning fork. يعني دي كده spring susta السوستة دي متعلقة كده في الاخر مع turning fork قال لي لو turning fork بدأت تعمل vibration. يعني تعمل vibration هتحرك يمين وشمال? يعني هتحرك forward وباكورد قدام وورا. يعني شوية السوستة دي لما تحرك forward السوستة هيحصل لها compression تضغط. ولما تحرك backward السوستة هيحصل لها rarifaction. يبقى نوع الويب اللي طالع ايه? longitudinal wave longitudinal wave هي اللي بيحصل فيها compression or rarifaction والموليكولز بتاعت بتتحرك forward وإيه? وباكورد. سؤال رقم 10 بيقول لي in the horizontal distance if the horizontal distance between the successive crust and trough 10 cm. طيب من الكريست للتروف يبقى دي برضو ما بين الكريست ما دي عندي كده هي دي الكريست ودي الترف ما بينهم قد ايه? ربعة وربعة يعني ما بينهم نص wave يبقى نص الwave equal 10 cm. حلو? في ايه مشكلة? بيقول لي and the vertical distance between them ركز بقى في الحديد ايه. المسافة من الكريست فوق خالص للترف المسافة دي كلها قال لي 5 cm. حلو? قال لي 5 ايه? cm. طيب ما دي كده ايه? ده هنا النص اللي فوق من اول هنا لحد هنا amplitude ولحد تحت amplitude يعني هنا بيقول لك ان الاثنين amplitude ب5 cm. يبقى الامبليتود الواحد 5 over 2 يعني 2.5 الامبليتود الواحد بكام? 2.5 فهو بيقول لي الويفلنس بتساوي قد ايه? من الامبليتود الويفلنس بتساوي قد ايه? من الامبليتود طيب نص الويفلنس بعشرة هوادي النص criteria حشان اجيبي الويفلنس اهي? تطلع ما ولو النص بعشرة يبقى الويفلنس اتنين ملطي بلاي عشر بعشري والامبليتود قلنا ب2.5 اعمل كده على آمبليتود Abdoulch يبقى الفرق ما بينهم كام ثمانية يبقى الويفلنس بتساوي 10 ملطي بجمام يبقى الويفلنس بتساوي 8 مرات من الامبليتود يبقى الويفلنس بتساوي אيه? 8 امبليتود يعني عملت اتنين ونص هي ملتبلاي تمانية يعني ده الامبليتود ملتبلاي تمام مرات هيديني العشرين اللي هي الويف لانز يبقى الويف لانز بتساوي ايت تايمز المجنيتود او الرقم بتاع الامبليتود صعبا سواء الرقم واحد بيقول لي بقى بيقول لي in a storm in a storm يعني في عاصفة قال لي if the sound of thunder السندر اللي هو الرعد is here 2.5 second after the lightning strike يعني ايه يعني انا واقف كده انا واقف هنا اهو وهنا كده في سحابة والسحابة دي بتمطر فالسحابة بتغبط في السحابة اللي جنبها فبيحصل برق ورعد فبيقول لي صوت البرق وصلي وانا واقف هنا قبل اه سوري بعد اللايت ب 2.5 second يعني الفرق ال difference ما بين صوت السندر وصوت اللايتنين كان قد ايه 2.5 second ده الفرق ما بينه حلو فواحد يقول لي يا مستر هو مش انت قلت قبل كده ان اللايت اسرع من الساوند هلوه ما هو اللي ماشي اسرع هيوصل في وقت اقل فبالتالي الساوند هياخد وقت اكبر فكده الفرق اهو بص يا سيدي الفرق ما بين صوت البرق وصوت الرعد قد ايه الفرق ما بينهم او قال لي difference ما بينهم على جنب هنا ايه عشان ما تضغبطش difference ما بينهم كام 2.5 يعني هعمل هنا تي سندر مينس تي لايتنينج هي تي بتاعت السندر اللي هو الساوند مينس التي بتاعت اللايت اللي هو البارق جن كام 2.5 يبقى ده اللي اتأخر ده اللي وصل بعديها ده اللي وصل ايه بعديها حلو يعني ده اللي اتأخر في الصوت الصوت اللي اتأخر والدق الاول وقلتلك من شوية ان الفرق ايقوال مين دي اوفر تي يعني لو عايز تشيل تي هط ما كان ها دي على الفي بس دي في ايه ساوند ومينس دي على الفي بس ده الفي بتاعت اللايت ايقوال 2.5 حلو طيب هو عايز من السحابة لحد الشخص ده حبيب قلبي باش الديستنس اللي هيمشيها الساوند هي هي الديستنس اللي هيمشيها اللايت قلتلك ناخد الدي كامل فاكتوري بقى جوة مكان الدي هاشيلها طلحها بره يطلع واحد على الفي بتاعت الساوند وهو ميديني الفي ساوند بكام سري هندرد فورتي مينس واحد على الفي اللايت الميدهالي بسري ملتبلاي لتين باور ايت حلو وقفل البراكت بتاعك اهو الكلام ده بكام 2.5 شايف البراكت ده كله هواديني هالتانية دي بايدت ده تبقى كده عندي الدي اكوال 2.5 اوبر واحد على سري هندرد فورتي مينس واحد على السري ملتبلاي لتين باور ايت احسب الكلام ده على الكالكليتر وتطلع الدي تمنمية وخمسين متر تعالى نشوف سؤال رقم اتنين نفس الفكرة بيقول لي عندي هامر بيتس وان اند اف افري لونج ميتال كيوب يعني ايه تعالى نرسم لك كده على جانب انا عندي تيوب كده كبيرة اهي الكيوب الكبيرة دي جبت شاكوش وخبطت هنا وقالك there is a detector at the other end حطيت هنا جهاز عشان يستقبل الصوت وقال لي اذا تيوب detects two sound او ال detector تيوب اهي ال funktioniertهدي تيوب detects two sounds وفي احضر الفرق في التايم فرق التلاك يعني delta الفرق ما بينهم كان 0.2 ايه? الفرق في التايم كان زيرو بوينتو سكند. طيب. قال لي افزا الساوند او الاسبيت بتاعت الساوند في الاير الفي في الاير كانت سري هندرد تونتي ميتر بر شاكند. والفي بقى في المتل او في ده كان خمس تلاف اهو. ايه اللي حصل? لما انت خبطت هنا دي تيوب مصورة فالمصورة دي مفرغة. ففي جزء من الصوت اتنقل عن طريق المتل وفي جزء اتنقل عن طريق الاير. حلو? في ايه مشكلة? يعني الفرق ما بين في الاير مينس الطايم جوه الحديد او في المتل كان زيرو بوينتو. هو عايز الطول. عايز اللينس ده اللي هي الديستنس اللي انا مشتها ايه. الطايم ايه? قلنا دي على بس بي اير. مينس دي على ال بس بي ايه? متل. كلام ده بزيرو بوينتو. هاخد الدي كومون فاكتر. يبقى جوه واحد على سرعة الساوند في الاير اللي هي تلتمائة واربعين. على واحد على سرعة الساوند في المتل اللي هي خمس تلاف. الكلام ده بزيرو بوينتو. هاخد الكلام ده كله على الكالكليتر. او دي دي بايد. تطلع لينس التيوب. ايتي اه سكستي ايت بوينت فور ميتر. اللي هي الاجابة رقم دي. سؤال رقم تلاتة. بيقول لي عندي تو تونز. عندي تو ويفز. الفريكوانس الاولى بتاعت الاولانية 680. والفريكوانس التانية 425. بروباجيت سرو اير. يبقى اللي اتنين ماشيين في الاير. طالما قال لي ان هما اللي اتنين ماشيين في الاير. يعني ده سين ميديم. يعني الفلاسطي بتاعت الويف الاولى. هي هي الفلاسطي بتاعت الويف التانية. يبقى اللي اتنين ماشيين بنفس الوي. قال لي. the wavelength of one of them exceed the other by 30 سنتيمتر. على طول. بحول من سنتيمتر لميتر. يعني انا عندي فيه ويف لنس اكبر من الويف لنس التانية بقى دي ايه. بزيرو بوينت سري. ما انا حولت سنتيمتر هي اللي هي السيرتي. عملت لها ملتبلاي تن بوينت سري ميتر. السؤال هنا بقى الاهم. انه ويف لنس اكبر. انا قلت لك ان الفريكوانسي والويف لنس العلاقة ما بينهم انفرسلي. يعني هنا فريكوانسي واحد. اكبر من فريكوانسي اتنين. يبقى ويف لنس واحد اصغر من ويف لنس اتنين. يعني الاتنين هي اللي اكبر من ويف لنس واحد بقى دي ايه بسيرتي سنتيمتر اللي انا حولتها لميتر وخليتها كام زينو بوينت سري. طيب. مش العلاقة ما بينهم انفرسلي. يعني ويف لنس. تعال نحط واحدة كده نكتب عليها اهو. يعني الكلام ده ويف لنس او فريكوانسي بقى واحد على فريكوانسي اتنين عكسها الويف لنسي. يبقى ويف لنسي اتنين على ويف لنس واحد. فريكوانسي واحد بكامل. وفريكوانسي اتنين four hundred twenty five equal. ويف لنس اتنين. اللي هي تبقى ويف لنس واحد بلاس zero point three على ويف لنس واحد. تطلع على طول ويف لنس واحد بكامل ب zero point five. اهي. يبقى جبت ويف لنس واحد ب zero point five متر. انا خلصت. هو عايز ايه? عايز اللي سبيب بتاعت الويف. يبقى الويف لنس واحد. فريكوانسي واحد. ويف لنس واحد zero point five. وفريكوانسي واحد six hundred eighty. يطلع الكلام ده. سري هندر فورتي ميتر بير ساكن. فواحد يقول لها مستر. ما انا كنت ممكن اقول برضو ان الويف لنس اتنين فريكوانسي اتنين. صح. والله العظيم صح. لو هتاخد فريكوانسي اتنين four hundred twenty five. يبقى تاخد ويف لنس اتنين. اللي هي ويف لنس واحد اللي انت جبتها zero point five plus zero point three. ساعتها عمل لها multiple zero point eight. يبقى لو عملت ده. ملتبلاي ده. يطلع تلطه مية واربعين متر بير ساكن. لان هم قال لي ان هم ماشيين في الاير. ما تنساش. وطالما ماشيين في الاير يعني نفس السرعة. طالما ماشيين في الاير يبقى نفس الايه? السرعة يبقى V واحد. اجوال V اتنين. سؤال رقم اربعة من الاسئلة المهمة قوي. بيقول لي عندي toning fork vibrating in air. ماشي. ماشي في الاير يعني same V اهي. طالما ماشيين ميديم يعني السرعة سبتة. قال لي if the air surrounding it is heated. فالويف لنس اف اه. زا ويف زا ويف. زا ويف. زا ويف. زا ويف. زا ويف لنس اف ده ويفز برويزد اينكريزد باي عشرين في المية. يعني في الحالة التانية كانت اكوى الويف لنس واحد وزادت سوري مش عشرين. اتنين في المية. طبعا? يعني ايه اتنين في المية بقى? لو انا عايز احاول اتنين في المية دي الرقم عادي بعمل لها يعني زاد عليها زيرو بوينت زيرو تو ويف لنس واحد. طبعا? يعني ويف لنس اتنين هتبقى وان بوينت زيرو تو من ويف لنس واحد. بقول لك انا زدت اتنين في المية. انا زدت اتنين في المية. انا زدت اتنين وخلاص? لأ. انا زدت اتنين في المية من الويفلنس الاولانية فهتبقى ويفلنس اتنين واحد بلس زيرو بوينت زيرو تو من ويفلنس واحد اهو ماشي طيب هسألك سؤال بقى بيقول لي if you know that if the speed of air before the heating قبل ما سخن كانت واحد اللي هيتغير في ال speed واحد يقول لي يا مستر انت مش قلت ان هما سينوا speed لأ ما في الاول لو هما كانوا ماشيون في الاير عادي كانوا سينوا speed بس اقل لك ان الاير اتسخن يبقى كده الميديم اتغير طبام ان انا سخنت الاير يبقى كده غيرت الميديم طبام طيب يبقى v1 على v2 واحد على ويفلنس واحد على ويفلنس اتنين فهتبقى انا ليه عملت كده يا ابني ما هو كده نفس الويف اللي خارجه طالما نفس الويف طالما نفس السورس اللي مخرج ويفز يبقى نفس الويف لنفس 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 الويف على one point zero two. الفي القديمة اللي هي v1 بv 1 واضي v2 اعمل cant gust familia v2 multiply الواحد بv2. one point zero two في v1. فانا عايز اجيب الفرق يبقى delta vie equal v2 minus v1. اللي هي one point zero two في مينس في. يبقى هنا وان بوينت زيرو تو مينس واحد يطلع زيرو بوينت زيرو تو. انا عايزها برسنتج يبقى عمل لها ملتبلاي هندرد تطلع كام اتنين في المية. او ممكن اعمل حركة صائعة ارايح دماغي بيها. مش انت عندك الويفلينز ديريكلي مع الفلاسطي. لو الفي او لو الويفلينز اتغيرت لدرجة ان هي زادت اتنين في المية. يبقى كمان الفلاسطي هتزيد كام اتنين في المية. ما هو التغير اللي حصل في الفلاسطي. حصل بسبب التغير اللي حصل في الميديم. والميديم اتغير ازاي? الهوى سخن. فلما سخنت الهوى الماليكلز نفسهم من جوة بدأوا يتحركوا بشكل اصرع. يبقى كده بقى في ميديم ايه? جديد. طيب. سؤال رقم خمسة. قال لي عندي استون استرون ان استدي ووتر. فعملت كام ويف? عملت ميت ويف. يعني جبت تو برامتها في المية عملت ميت ويف. في ايه? في عشرين سكند. قال لي كان ايت ميترز. ركز بقى في النوت دي. حلو. الموجة لما بيكون على شكل دواير. هي بتاع اخر ويف. يعني عندي كده على شكل المسافة من هنا الحاد هنا ده كده بتاع اخر ويف. دي الديستنس اللي انا مشتها. حلو. دي كده ايه? الديستنس اللي انا مشتها. هو عايز. ايه المشكلة? ايه المشكلة? انا عملت كام ويف مية? ويدي كام? ايه بتاعتي? عشرين. يبقى الفريكوانسي خمسين هيرتز او خمسة هيرتز. سوري. حلو? اهي. عايز الويف سبيد. طيب ايه المشكلة? مش انت عندك الويف لينس اكوال اكس على ان? المسافة اللي انا مشتها اللي اريد يستمانية. وعدد الويف مية. يبقى المسافة بتاعة الويف الواحدة او طول الويف الواحدة زيرو بوينت زيرو ايت ميتر. يبقى لو عايزة احسب الفي يبقى يبقى تطلع زيرو بوينت فور ايه? او ممكن اعمل حركة هانية. ما انا ممكن الفي اكوال اقول ان هي اكوال توتال ديستنس على الطايم. الديستنس ايت ميتر. والطايم قال ليه تونتي? تونتي ساكن. تطلع برضو زيرو بوينت فور اللي هي الاجابة رقم بي. يبقى انا ممكن احسب الفي اللي هي ديستنس على الطايم. او احسب الفي اللي هي كلها على بعض. اللي رايحك اعمله. اللي بين صح. سؤال رقم ستة. بيقول لي the opposite figure show the relation between الفريكوانسي مديني علاقة ما بين الفريكوانسي والواحد على الويف لانس. ماشي? عايزة احسب الويف اسبيد. طيب اول حاجة اجري جيب الاسلوب. الاسلوب اكوال مين? y على x. مين ال y? اللي هي? الفريكوانسي. ومين ال x? واحد على الويب لانس اهي. دي ال x. تحت اللي تحت. يطلع فوق. يبقى فريكوانسي. ملتبلاي الويب لانس يديني ال v. يعني الاسلوب هو ال v. حلو? خد اي y على اي x. يعني انت عندك ال y 450 على اي x اللي هي وان بوينت فايف. يطلع الكلام ده سري هندرد ميتر برسكند. ملو اسلوب اهي? لو خدت دي على دي صح. لو خدت دي على دي هتطلع برضو سري هندرد. يبقى اخد اي y على اي x عشان تجيب الاسلوب. اللي هو y على x اللي هو السلوب اللي هو بيساوي السبيد او الفلاسطي بتاعة الويف. سؤال رقم سبع. ما يديني بقى هنا الريليشن ما بينه ومين ركز معي. بيقولي the opposite. الاسبيد هنا v. التانية دي كانت مين? كانت الفريكوانسي. الاسبيد مع الويفلنز. وعايز نحسب الفريكوانسي. طيب ايه المشكلة? الاسلوب اكوال مين? y على اكس. مين الواي? هي v ودي الاكس ويفلنز. الكلام ده يدين ايه? فريكوانسي. عرفت منين الكلام ده? ارسم المسلس. مش ال v اكوال ويفلنز ملتبلاي الفريكوانسي. لو عايز الفريكوانسي فهي v على الويفلنز. يبقى الاسلوب y على اكس. خد اي y على اي اكس. يبقى ربعمائة وخمسين على ال one point five. تطلع تلتمية هيرتز. تمام? يبقى تلتمية هيرتز تورمين دول الفريكوانسي بتاعتي. سؤال رقم ثمانية. بيقول لي عندي ويفز بروباجيت سرو بسين. يعني في ووتر. بسين وفوتر طوله ناين مترز. قال الفريكوانسي بتاعتي كانت خمس تلاف. خمسمية. هلو يبقى مجدين الفريكوانسي اكوال خمسمية هيرتز. عايز اجيب الفي. الفي اكوال اي. معي الفريكوانسي بخمسمية. الفريكوانسي بقى. الفريكوانسي بقى. الفريكوانسي اكس على اي? قال لك الطول من اول هنا. الحاد هنا اللي هي الاكس دي كلها بناين. احسب عدد الويفز. مشيء. من الكريست ومن الكريست للكريست 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 3500 meter per second